تستمعون إلى كتاب أعجب الأماكن للكاتب راقي عنايت بصوت إسلام عادل مقدمة أعجب الأماكن الإنسان هو ابن المكان منذ أن يخرج إلى الحياة إلى ما بعد نهاية هذه الحياة والمكان هو الذي يحدد التأثيرات الكونية على الإنسان حين خروجه إلى الحياة عندما يخضع لحصيلة العلاقات الجاذبية والمغناطسية التي تسود هذا المكان وكما يشكل المكان وجدان الإنسان يحدد طبيعته الجسدية بحكم نوع الغذاء المتوفر والطقس السائد غير أن الإنسان قادر أيضا على أن يصنع صورة المكان الذي يعيش فيه وأن يتصور أماكن أخرى بعيدة عنه زمانا ومكانا تحمل أغلى أحلامه وأجملها وأقسى كوابيسه التي يخشها هذا الكتاب يستعرض أعجب الأماكن التي أثارت فضول البشر على مر الأجيال ابتداء من القارة المفقودة أتلنتا التي تحدث عنها الفيلسوف الكبير أفلاطون بإسهاب وجسد فيها مدينته الفاضلة وترك لمن خلفه من البشر أن يبحث عن أطلال تلك القارة وعن حضارتها التي قيل إنها مصدر الحضارات المختلفة في العالم وكالعادة اختلفوا في تحديد موقعها وزمنها فنجد من أصر على أن مركزها في المحيط الأطلنطي الذي تحمل اسمه ونجد من يسعى إلى إثبات أنها قامت في المحيط الباسفيكي في المحيط الباسفيكي في النحية الثانية من القارة الأمريكية وحتى نصل إلى أولئك الذين يقولون لنا ولماذا هذا البحث البعيد؟ إنها هنا أمامنا في جزيرة كريت والأماكن العجيبة كثيرة مواقع الأحجار هائلة الحجم ذات الترتيب الدقيق في الجزيرة البريطانية مواقع الرسوم العملاقة التي لا ترى إلا لمن يشاهدها عاليا من الفضاء كذلك لغز ذلك الانفجار العجيب الذي حدث في سيبيريا والذي يقترب في قوته من القنبلة الذرية ثم ذلك الحلم الجميل عن الجنة القابعة عند قمم جبال الهيمالايا مدينة فاضلة أخرى تجسد آمال وأمان البشر في مجتمع بشري أفضل وأكرم وأعقل أما الكابوس من بين تلك الأحلام فيتجسد في أسطورة مثلث الرعب في برمودا بالمحيط الأطلنطي تلك المقبرة الكونية التي تبتلع ما يمر فوقها من طائرات وسفن العديد من تلك العجائب ما زالت سرا مغلقا على الإنسان تستفز العقول النشطة إلى محاولة فهمها وإدخالها في الصياق المنطقي لثقافة البشر ومازال البحث والتنقيب مستمرا راجع نايد مملكة أطلس الغامضة أعجب الأماكن ومع ذلك أكثرها إثارة للخلاف حول حقيقتها هي ليست قرية صغيرة أو مدينة مهجورة إنها قرية كاملة سبقت حضارتها جميع الحضارات المعروفة كتب عنها آلاف الكتب والدراسات على مدى القرون يتصورها البعض صورة تاريخية للمدينة الفاضلة ويرى البعض الآخر أنها وهم وهم كبير أراد به الإنسان أن يعوض الواقع المرير الذي يعيشه كتب عنها باستفاضة الفيلسوف العظيم أفلاطون واعتبرها أصل الحضارات التي نشأت في الغرب والشرق وأسهب إدغار كايس صاحب القدرات الخارقة في وصف رؤيته لها وانشغل بها آلاف العلماء والدارسين واختلف البشر حول موقعها التاريخي في المحيط الأطلنطي أم في المحيط الباسفيكي أم في البحر الأبيض المتوسط إنها قارة أطلنطا المستقرة عند قاع المحيط الأطلنطي اعتمد الإغريق طويلا على أسطورة أطلس في تفسير استقرار الأرض وسط السماوات وعندما طرح الفيلسوف العظيم أفلاطون رؤيته حول حقيقة قارة أطلنطا قال إن أطلس صاحب الأسطورة كان أول ملوك قارة أطلنطا وأنها استمدت منه اسمها ومن بين جميع الغاز العالم التي لم يصل الإنسان إلى تفسير لها تعتبر أطلنطا الأكبر باختصار تقول الروايات بوجود قارة هائلة ضخمة كانت تتوسط المحيط الأطلنطي بين القارة الإفريقية والقارة الأمريكية وكانت ذات حضارة عظيمة تفوق جميع الحضارات التي عارفها البشر تقول الروايات إن تلك القارة اختفت من الوجود بين ليلة وضحاها غارقت في المحيط ساحبة معها أي أثر لوجودها وهذا ما حد بالبعض إلى القول بأن أطلنطا كانت وما زالت رمزا لحلمنا بتاريخ ذهبي للبشرية اليوم ينضي بعض الباحثين والمغامرين في حماس للحصول على أي دليل أو قرينة باقية من القارة العظيمة المفقودة وهم يعتمدون في هذا على أكثر الوسائل العلمية تطورا على أمل التوصل إلى القارة التي يقال إنها غارقت منذ 11600 سنة يبقى السؤال قائما هل كانت أطلنطا حقيقة أم هي مجرد وهم أو أمنية من صنع خيال البشر يجمع الباحثون الذين سعوا إلى دراسة هذه القارة المفقودة على أنها كانت أقرب ما تكون في وصفها إلى الجنة الخضر والفاكهة تنمو بغزارة في تربتها الخصبة الظهور العطرة والأعشاب المفيدة كانت تزدهر وسط الغابات التي كانت تشغل سفوح جبالها العديدة الجميلة جميع الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة كانت ترعى في سهولها وغاباتها الرائعة وتروي عطشها من أنهارها وبحيراتها تحت تربتها تتدفق الأنهار ذات المياه العذبة التي كانت تستخدم في الزراعة وتوفر لأهل القارة نافورات المياه الباردة والساخنة كانت أرض أطلنطا غنية بالمعادن الثمينة كان أهلها أكثر ثراءاً ممن سبقهم أو تلاهم من البشر كانت معابدهم ومبانيهم العامة مزخرفة بثراء بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والعاج بالإضافة إلى مهارات أهل أطلنطا في التعامل مع المعادن كانوا مهندسين مهرة فلقد توصلوا إلى نظام ضخم ومركب من القنوات والجسور التي تربط بين أنحاء مدينتهم والعاصمة وبينها وبين البحر وبين الأراضي الزراعية كانت لديهم الموانئ والأرصف التي يرس عليها أسطولهم الذي يقوم بالتجارة مع البلاد الأخرى البعيدة وتمضي الأسطورة إلى القول بأن أهل أطلنطا كان لديهم كل ما يطلبونه من أجل راحتهم وساعدتهم كانوا لطفاء حكماء محبين غير متأثرين بثرواتهم الكبيرة يعلون الفضيلة على أي شيء آخر بعض الأسطير تقول إنهم لم يعودوا يكتفون بحكم بلادهم العظيمة الثرية وفيرة الخيرات فرحوا يشنون الحروب على الآخرين لا أدري لماذا أشعر أن تاريخ أطلنطا القديم هو التاريخ المعاصر للولايات المتحدة الأمريكية أو هو النبوءة التي يجب أن تتعظ بها أمريكا لقد اندفعت شيوشهم الضخمة عبر مضيق جبل طارق إلى دول البحر الأبيض المتوسط غازين مساحات واسعة من شمال إفريقيا وأوروبا هاجمت جيوش أطلنطا أثينا ومصر أيران جيش أثينا نجح في التصدي لتلك الجيوش واضطرهم إلى العودة إلى خارج مضيق جبل طارق لم تكت بلاد البحر الأبيض تبدأ في الاحتفال بانتصارها على جيوش أطلنطا حتى وقعت الكارثة التي محت في وقت قصير قارة أطلنطا بما عليها وهوت بها إلى قاع المحيط الأطلنطي تتواصل الأسطورة فتقول إنه ربما كان هناك عدد قليل من الناجين الذين وصفوا تلك الكارثة أفلاطون وأكثر من أطلنطا أول من سطر هذه الأسطورة على الورق كان الفيلسوف الإغريقي الشهير أفلاطون الذي كتب عام 355 قبل الميلاد عن أطلنطا في اثنين من حواراته الشهيرة ورام الدعاء أفلاطون بأن قصة القارة المفقودة قد وصلته من المخطوطات المصرية القديمة فإن المختصين قد أثبتوا عدم وجود مثل تلك المخطوطات في السجلات المصرية القديمة بل لم يكتب أحد قط عن أطلنطا قبل أفلاطون وكل كتاب أو مقال ظهر بعد ذلك اعتمد على رواية أفلاطون المعروف عن أفلاطون أنه كان قصاصا موهوبا لذا سعى إلى وضع أفكاره الفلسفية ضمن قصص تبدو واقعية متضمنة بعض الشخصيات المعروفة وحقيقة إن روايته ظلت متداولة بعد 2300 سنة من كتابتها وهو الدليل على قوة الموهبة القصصية التي تمتع بها لقد حفزت هذه القصة العديدة من المستكشفين والمغامرين لمحاولة الوصول إلى القارة المفقودة وحتى بدون الاعتماد على قصة أفلاطون فإن السعي إلى إجابات عن هذه الألغاز قادت البعض إلى التفكير في حلقة مفقودة بين القرات في يابسة كانت معبرا بين القرات سكنها شعب متطور للغاية في التاريخ القديم وأعتقد في نظرية تباعد القرات وأنها كانت في الأصل أرضا متصلة ببعضها ثم تمددت الكرة الأرضية فتباعدت القرات وقامت بينهما البحار والمحيطات هذه النظرية قد تحمل إجابة عن التساؤلات المطروحة لوجود أحياء ونباتات وثروات معدنية متطابقة في قرات لم تكن بينها يابسة أو وسيلة انتقال في الأزمان القديمة رام أن أفلاطون في روايته قد حدد مكان أطلنطا في المحيط الأطلنطي ورام أن من تبعه من الجغرافيين ورسامي الخرائط ساروا على نهجه فمنذ ذلك التاريخ عمد الدارسون والمتحمسون لفكرة القارة المفقودة إلى مسح الكرة الأرضية للعثور على موقع آخر أكثر أقنعا والغريب أن المواقع المختارة لم تكن جميعها دائما في المحيطات لقد حددوا موقع مملكة أطلنطا في مواقع مختلفة في أزمان مختلفة في المحيط الباسفيكي وبحر الشمال الصحراء الإفريقية السويد جنوب إسبانيا وفلسطين وقبرص وكريت وجزر الهند الغربية والبيرو ومواقع أخرى وأصحاب القدرات الخاصة أيضا مع غياب الأدلة المادية على قارة أطلنطا إن شاءل أصحاب القدرات العقلية الخاصة على مدى القرون بمحاولة التوصل إلى معلومات جديدة اعتمادا على قدراتهم الخاصة وهم يعتقدون أنه بالإمكان الوصول إلى الماضي لأصحاب القدرات الخاصة الذين يستطيعون ضبط تناغمهم مع ذلك الماضي ومعايشة الأحداث القديمة عن طريق الجلاء البصري من خلال ذلك ظهرت أوصاف جديدة نابضة للحياة في أطلنطا البعض عمد إلى مجموعة إضافات لما قاله أفلاطون أما البعض الآخر فقد قدم أوصافا مدهشة وعجيبة يصعب أن يصل إليها من لم ينجح في التناغم مع الزمان القديم في عام 1890 أعتمد الإنجليزي صاحب القدرات الخارقة دابليو سكوت إليوت على قدراته التخاطرية في القول بأن أطلنطا كانت تحتل كل الذي نعرفه اليوم باسم المحيط الأطلنطي قبل وقتنا بمليون سنة ووفقا لروايته كانت تسكنها قبائل مقاتلة من بينها قبيلة رامو هالز التي تضم الأوبرجينيين السود الذين كانوا يتراوح طول الواحد منهم ما بين عشر واثني عشر قدما وكان الجنس الحاكم من قبيلة تولتكس الذين على الرغم من أنه لم يزد طول الواحد منهم على ثماني أقدام استعبدوا أبناء قبيلة الطوال ويقول سكوت إليوت إنه منذ مائتي ألف سنة هجرت مجموعات من قبيلة تولتكس إلى مصر والمكسيك وزار بعضهم إنجلترا وقد كان حكام أطلنطا يمارسون السحر الأسود لذلك عانوا كثيرا من الكوارث التي لحقت بهم كالزلازل والفيضانات ولم ينجوا منهم إلا الذين هاجروا الرجل الآخر من أصحاب القدرات الخاصة الذي أضاف إلى أدبيات قارة أطلنطا كان أدغار كايس الأمريكي الذي توفي عام 1945 والذي اشتهر بلقب النبي النائم نتيجة لقدرته على الوصول إلى المعلومات وإحداث التغييرات ونجاحه فيما يطلق عليه العلاج الروحي وهو في حالة أقرب إلى النوم كان كايس يستطيع وهو في حالة التأمل اليوغي العميق أن يسرد آلاف الحوارات الخارقة التي تخص زبائنه وحيواتهم السابقة نتيجة للتناسخ ووفقا لكايس فإن بعض زبائنه كانوا في حياة بالغة القدم يعيشون في أطلنطا ومن خلال وصفهم لتلك الحياة البعيدة أضاف الكثير من التفاصيل المبهرة عن الحضارة العظيمة التي اختفت تلك التفاصيل تضمنت استخدام أهل أطلنطا لأشعة الليزر التي وصفها كايس عام 1942 نقلا عنهم قبل أن يصل إليها العلم الحديث ويطورها بسنوات عديدة التصور الذي طرحه إدغار كايس من خلال كتاباته المتعددة عن قارة أطلنطا يقوم على أن أهل أطلنطا كانوا على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي الذي توصلنا إليه وأنا نهايتهم المأساوية كانت تعود إلى ما توصل إليه من تطورات في مجال الطاقة الهائلة التي يرجح أنها كانت طاقة نووية كثير من الناس ساخروا من أقوال كايس كما استنكروا القصة التي تبناها أفلاطون لكن يبدو أن أصحاب القدرات العقلية الخاصة ستكون لهم الكلمة الأخيرة وهم يقولون أن الكرة الأرضية دخلت في بداية مرحلة تقلبات كبرى سيكون من نتائجها أن تظهر أجزاء كبيرة من أطلنطا ثانية فوق سطح البحر في عام 1940 تنبأ كايس بأن تلك التغيرات ستبدأ ما بين عامي 1968 و 1969 بصعود القطاع الغربي من أطلنطا إلى أعلى من قاع المحيط بالقرب من الباهاما الغريب للغاية أنه في عام 1968 تم رصد عدة تكوينات تحت الماء بما في ذلك ما يبدو كمبان متهدمة قرب شواطئ بايميني في البهاما يرى أتباع كايس أن ما تم رصده يعتبر تحققا لنبوءة كايس وأن الكثير من الاكتشافات الأكبر والأهم في العقود الثلاثة التالية وحفيد مكتشف طروادة في عام 1912 نشرت جريدة نيويورك أمريكا مقالا مثيرا بقلم دكتور بول شلمان حفيد هانريش شلمان المستكشف الكبير الذي اكتشف طروادة التاريخية قال بول في مقاله إنه لديه عملات ولوحات معدنية عليها مخطوطات تنتمي إلى حضارة أتلنطا في مقاله الذي اختار له عنوان كيف اكتشفت أتلنطا منبع جميع الحضارات قال بول إن تلك الآثار الراجعة لحضارة أتلنطا قد وصلت إليه من جده الشهير الذي اكتشفها أثناء قيامه بحفرياته العديدة توفي شلمان الجد قبل أن يتوصل إلى الأدلة الكاملة عن القارة المفقودة لكنه ترك لأسرته مظروفا مختوما به العديد من الأوراق السرية عن أتلنطا بالإضافة إلى آنية فخرية تاريخية ذات غطاء على شكل رأس البومة وقد كتب الجد على المظروف من الخارج تحذيرا بعدم فتح المظروف إلا في وجود أحد أفراد العائلة يكون مستعدا لأن يفرد حياته في الأبحاث التي تتناولها الأوراق التي في المظروف أعلن بول شلمان قبوله بذلك التعهد وفتح المظروف أول تعليمات الجد كانت فتح آنية رأس البومة داخل الآنية وجد بول عملات مربعة من سبيكة البلاتين والألمنيوم والفضة ولوحا من معدن يشبه الفضة عليه كتابات في نيقية تقول تم سكها في معبد الجدران الشفافة مراحضات الجد المرفقة تتحدث عن مكتشفات تم العثور عليها في موقع عفريات طروادة ومن بينها آنية برونزية ضخمة تحتوي على عملات من المعدن والعظام والفخار وقد كتب على الآنية وبعض محتوياتها من الملك كورونوس ملك أتلانطا كتب بول شلمان يقول معلقا على ذلك لكم أن تتصوروا مدى فعالي ها هو أول دليل مدي على تلك القارة العظيمة التي عاشت أساطيرها على مر الزمان واستطرد بول قائلا إنه عمد إلى الاستفادة من هذه القراء في أبحاثه الخاصة مما قاده إلى حل لغز أتلانطا غير أن معاصره من الأثريين رأوا أن أبحاثه لم تنضي إلى ما هو أبعد من دراسة حجج من سبقوه من المتحمسين لأسطورة القارة المفقودة وكغيره ممن سبقوه زعم بول شلمان أن حضارتي العالم القديم والجديد لهما أصول مشتركة نجدها في أتلانطا قال بول إنه قرأ تروانو كودوكس وهو نص قديم من حضارة المايا التي قامت في أمريكا الجنوبية الذي عرف باستعصاء ترجمته حتى ذلك الحين يتحدث ذلك النص عن غرق الجزيرة يطلق عليها اسم مو ويقول بول إنه وجد ارتباطا بين ذلك وبين مخطوط قديم يزيد عمره على أربعمائة سنة في معبد بوذي بالتيبت دونيلي عاشق أتلانطا من بين أصحاب النظريات حول أتلانطا الذين رجحوا وجودها في المحيط الأتلانطي تميز بينهم بالجهد الذكي والدقة الأمريكية إغناتيوس دونيلي الذي يطلق عليه أحيانا بلقب رائد الأتلانطوجية العلمية حيث إن أتلانطولوجي تعني علم أبحاث أتلانطا ولد دونيلي في فالاديفيا عام 1831 ودرس القانون وأصبح محاميا في سن 22 ثم صدرت له بعد ذلك جريدة المهاجر التي حاول أن يؤسس بها حركة هجرة داخلية إلى منتصف الغرب الأمريكي حول مدينة نيننجراد المدينة التي اعتبرها مشروعه الأكبر والتي اتخذها هدفا للهجرة غير أن حلمه لم ينجح نتيجة لحالة الكساد الاقتصادي التي سادت أمريكا في خمسينيات القرن التاسع عشر ثم اتجه الشاب النشيط بعد ذلك إلى السياسة وانتخب حاكما لولاية مينيسوتا وعمره 28 سنة بعد ذلك بأربع سنوات انتخب عضوا بالكونغرس لمدة ثمان سنوات وخلال تلك المرحلة من حياته عرف دونيلي بالذكاء والإقدام والبلاغة فحظي باحترام باقي النواب خلف الصورة الرسمية المعلنة لدونيلي في ذلك الوقت كان يعاني وحدة شديدة فبعد قدومه إلى واشنطن مباشرة توفيت زوجته وقد وجد دونيلي العزاء في البحث والدراسة وعلى مدى دورتين من تمثيله لمينيسوتا أمضى دونيلي ساعات طويلة في مكتبة الكونغرس الرائع مستقبلا كل ما صادفه من معلومات بعد هزيمته في الانتخابات عام 1870 لجأ دونيلي إلى مدينة الأشباح التي أحبها دائما نيننجراد وهناك جلس وسط مكتبته الخاصة الكبيرة ومذكراته التي جمع فيها خلاصة قراءاته على مدى السنوات السابقة بدأ في إنجاز الكتب التي حققت له الشهرة في أنحاء العالم بعد سنوات من العزلة وضيق ذات اليد التي أنضاها منكبا على المهمة التي سخر نفسه لها قدم دونيلي تحفته أطلنطا العالم البازغ من الطوفان الذي نشر عام 1882 وجاء كدراسة فريدة للقارة المفقودة أصبحت في يوم وليلة مثار حماس الجميع ثم كتب في السنة التالية كتابه الثاني راجنارك عصر النار والحصة الذي لحق بسابقه في قائمة أعلى المبيعات وقد تناول في كتابه الثاني المعالم الكونية للكوارث الطبيعية مثل التي يفترض أنها أغرقت أطلنطا يمكن قياس مدى تأثير دونيلي على دراسات أطلنطا بالنجاح الكبير والمتصل لكتبه فكتابه الأول على سبيل المثال تم إعادة طبعه خمسين مرة وما زالت تصدر منه طبعات جديدة بعدما يزيد على قرن من صدوره لأول مرة لقد استطاع دونيلي بكتابه هذا أن يحول ما كان عند ذلك الوقت بين المثقفين مجرد تصورات إلى عقيدة شعبية كتب لها البقاء منذ الحين 13 فرضا لدونيلي ما قام به عملاق الأطلنتولوجي يتجاوز مجرد التصديق على رواية أفلاطون لقد اعتمد على تلك الرواية كأساس لرسم الصورة التي رسمها لأطلنطا والتي تجاوزت ما سبق من جهود ويمكن تلخيص نظرياته حول أطلنطا في 13 فرضا 1- ذات يوم وجدت في المحيط الأطلنطي مقابل مدخل البحر الأبيض المتوسط جزيرة كبيرة هي من بقايا قارة أطلنطية عرفها العالم القديم باسم أطلنطا 2- الوصف الذي طرحه أفلاطون للجزيرة لم يكن كما ساد الاعتقاد طويلاً مجرد حكاية خيالية بل كان سرداً لتاريخ صادق 3- أطلنطا هي المنطقة التي تطور فيها الإنسان من حالة البربرية إلى حالة التحضر 4- وأنها أصبحت على مر العصور دولة زاخرة بالسكان وقوية وأنه بفضل تدفق أهلها تجاه شواطئ خليج المكسيك ونار المسيسبي والأمازون والشاطئ الباسفيكي لجنوب أمريكا والبحر الأبيض المتوسط والشاطئ الغربي لأوروبا وإفريقيا والبحر الأسود أصبحت جميعاً مسكونة ببشر متحضرين 5- وأنها كانت حقيقة عالم ما قبل الطوفان جنة عدن وحدائق هسبريداس والحقول الفردوسية وحدائق الكينوس والميزومفاليس والأولمب مثوى تقاليد الدول التاريخية حيث عاش البشر الأول عصوراً من السلام والسعادة 6- أن آلهة وإلهات اليونان القديمة والفينيقيين والهندوس والإسكندنافيين كانوا ببساطة ملوك وملكات وأبطال أطلنطا وأن ما نسب إليهم في ميثولوجيا تلك الحضارات هو ذكريات مختلطة لأحداث تاريخية حقيقية 7- أن ميثولوجيا مصر وبيرو تمثل الدين الأصلية لأطلنطا الذي كان يقوم على عبادة الشمس 8- أن الأرجح هو أن أقدم المستعمرات التي أنشأها أهل أطلنطا كانت في مصر التي كانت حضارتها صورة قريبة لحضارة قارة أطلنطا 9- إن بذرة العصر البرونزي في أوروبا كانت مستمدة من أطلنطا وكان أهل أطلنطا أول من صنع الحديد 10- أن الأبجدية الفينيقية مصدر جميع الأبجديات الأوروبية كانت مستمدة من أبجدية أطلنطا التي انتقلت أيضا منها إلى بلاد المايا في أمريكا الوسطى 11- أن أطلنطا كانت التربة الأصيلة لشعوب الجنس الآري أو الهند أوروبي وكانت الشعوب السامية ومن المحتمل أيضا الأجناس الطورانية 12- أن أطلنطا قضي عليها في تقلب شديد العنف من تقلبات الطبيعة حيث اختفت اليابسة تماما تحت الماء مع ما عليها من بشر تقريبا 13- أن عددا قليلا من أهل أطلنطا هربوا من الكارثة في سفن أو منصات عائمة إلى الدول شرقا وغربا فنقلوا أخبار الكارثة التي بقيت حتى يومنا هذا في أحاديث البشر عن حكايات الطوفان في مختلف الدول القديمة والجديدة يقول روي ستيمن في كتابه أطلنطا والأرض المفقودة إن دونالي لم يكتشف أطلنطا فقط لكنه نجح في فك أسرار معظم الأمور الغامضة للحياة البشرية لقد قال إن أطلنطا هي مصدر جميع الحضارات أفلاطون لم يدعي هذا لقد ناقش أوجه التشابه بين العديد من الأنواع التي شاعر في أوروبا وأمريكا كالنبات والحيوان يرجع إلى أنها جميعا لها أصل واحد هو الذي وجد في أطلنطا يضيف ستيمن هذا الأفق العريض من المعارف أتح له إثبات الصلة بين أطلنطا وغيرها من الحضارات من خلال الدراسات اللغوية لقد صرح بأن اللغات العالم الحديث وثيقة الاتصال بلغات العالم القديم وبالنسبة لأولئك الذين يرون أن روايات أفلاطون قد تركت العديد من الأسئلة بلا إجابات استطاع دونيلي أن يكسو باللحم عظام تلك الأسطورة بعد نشر كتاب دونيلي مباشرة حظي دونيلي باستجابات غير مسبوقة فيقال إن رئيس الوزراء البريطاني وليام جلادستون كتب له خطابا يعرب فيه عن إعجابه بل بلغ من فرط ذلك الإعجاب أنه حاول إقناع البرلمان برصد ميزانية لبعثة استكشافية تبحث عن آثار القارة الغارقة من بين أهم من انشغلوا بالدراسة العلمية لموضوع أطلنطا كان عالم الميثولوجيا الإسكتلندي لويس سبينيس الذي أصدر مجلة فصلية أطلق عليها فصيلة أطلنطا كما كتب خمس كتب عن القارة المفقودة ورغم أنه لم يحظى بشعبية دونيلي لكن جهوده حظيت بتقدير أكبر في الأوساط العلمية من أهم الأفكار التي قال بها لويس سبينيس أن القارة الكبيرة كانت في البداية تشغل جميع أو معظم منطقة شمال الأطلنطي بالإضافة إلى جانب كبير من الشق الجنوبي وأن أصولها الجيولوجية القديمة ترجح أنها على مر العصور المتعاقبة عرفت عدة تغيرات في إطارها وكتلتها ومرت بالعديد من عمليات الاختفاء والظهور وسط المحيط وخلال تاريخها الطويل انقسمت إلى كتلتين إحدهما أكبر من الأخرى تمتد بينهما مجموعات من الجزر الصغيرة بدأت الكوارث باختفاء الجزيرة الكبرى سنة عشرة آلاف قبل الميلاد أما الجزيرة الصغيرة فالأرجع أنها بقيت لزمن أطول وقد ناقش سبينيس الكثير من النتائج التي وصل إليها دونيلي والأدلة التي ساقها حول السمات المشتركة بين حيواناتي ونباتي ولغات العالم القديم وأمريكا أو العالم الجديد يرى الكثيرون أن سبينيس هو أفضل مرجع لموضوع قارة أطلنطا وقد بلغت معرفته بالموضوع أن يستشيره الكاتب الكبير سير أرثر كوناندويل عند إعداده لروايته المثيرة العالم المفقود التي تتضمن رحلة إلى أذغال البرازيل بحثا عن عالم غامض خفي كما أقام سبينيس اتصالا بريديا بالمستكشف الإنجليزي كولونيل بيرسي فاوسيت الذي كان يخططه أيضا لرحلة شبيهة وقد اعتقد فاوسيت أن أمريكا الجنوبية ربما كانت جانبا من قارة أطلنطا وأن المضن الغامضة التي تشيع التقارير عن وجودها في أعماق أذغال الأمازون من المحتمل أن يكون بناتها من أبناء أطلنطا الذين نجوا من الكارثة الكبرى لم يكن فاوسيت الوحيد الذي مال إلى الربط بين أمريكا القديمة وأطلنطا قد استخدما ثقافة أبناء المايا كدليل في بحثهم عن حقيقة أطلنطا فالحضارة القديمة الغامضة التي ازدهرت في القارة الأمريكية الجنوبية ما زالت تثير الإعجاب والدهشة عند الكثيرين حتى يومنا هذا في راكوتشا الإله الأبيض هل جاء هاربا من كارثة أطلنطا؟ عاليا فوق هضبة معزولة في الأنديز تنتصب أطلال مدينة قديمة صامتة باهتة وغامضة يميل كثير من الباحثين على اعتبارها مصدر كل ما يقال عن القارة المفقودة أطلنطا تلك هي تياهوانكو القرية من لاباز في بوليفيا الحديثة وتيهوانكو بموقعها الفريد بارتفاعها الذي يصل إلى 13 ألف قدم فوق سطح البحر وسط الصخور العارية تحيطها الجبال البركانية أكثر الأماكن عزلة على الأرض ومع ذلك فقد كانت هذه المدينة ذات يوم قلب حضارة قوية بناها بشر غير معروفين عاشوا على شواطئ بحيرة تيتيكاكا منذ مئات وربما آلاف السنين قبل ظهور شعب الإنكا تقول الأسطورة أن تياهوانكو شيدت لعبادة الإله الأبيض في راكوتشا الذي هبط على البلاد في الماضي الصحيق جالبا على أهلها جميع فنون وقوانين حضارة متطورة غير أن في راكوتشا اختفى بعد ذلك في البحر ولم يفي بوعاد العودة الذي قطعه على نفسه كانت تياهوانكو قد تحولت جزئيا إلى خرائب عندما عثر عليها أبناء قبائل الإنكا في بداية القرن الثاني عشر وعندما وصل الغزاة الإسبان بعد ثلاثمائة سنة خربوا معظم ما بقي من المدينة أثناء بحثهم عن الذهب تواصلت عملية تخريب تياهوانكو عند نهاية القرن التاسع عشر حيث تم استغلال كل كنوزها الفنية والمعمارية كأحجار بناء عند بدء بناء مدينة لاباز كما استخدمت الأحجار كأرضية لخطوط السكك الحديدية ومع ذلك فقد تم تسجيل ما يكفي على يد الدارسين الإسبان وعن طريق الرحالة في السنين التالية بما يكفي لأن نأخذ فكرة ما عن العظمة السابقة للمدينة وعن البشر الأقوياء الموهوبين الذين شيدوا هذه المدينة ووفقا للوثائق الإسبانية كانت حوائط وأعمدة وعقود قصور تياهوانكو ومعابدها مزينة بالتماثيل والزخارف المصنوعة من الذهب والنحاس والبرونز ووجه حائطية ماسكات معلقة على مسامير ذهبية ذات رؤوس كبيرة الثقوب التي كانت هذه المسامير تصنعها في الحائط ما زال بالإمكان مشاهدتها حتى اليوم كما أن بعض تلك المسامير والأشياء الثمينة الأخرى التي جرى إنقاذها من يد المخربين واللصوص موجودة حاليا في أحد متاحف الأباز القطع الأثرية الموجودة في المتاحف والمجموعات الخاصة بالأفراد تتضمن تماثيل يبلغ طول الواحد منها ست أقدام توطيها رموز بارزة وأشكال ذهبية يزين الواحد منها ما بين أربع وستة أرطال كذلك حيوانات وطيور من الذهب وكؤوس وأطباق وملاعق ذهبية هذه الكنوز القليلة التي أمكن الحفاظ عليها تشهد على عظمة تيحاوانكو القديمة هذا بالطبع بالإضافة إلى الأهرامات ذات الدرج وغير ذلك من الآثار التي نجدها اليوم فوق المرتفعات وعند الشواطئ في بوليفيا والبيرو التي توضح أبعاد تلك الحضارة القديمة حيرت علماء الأثار لقد حيرت تيحاوانكو علماء الأثار والمؤرخين منذ اكتشافها ورغم أن معرفنا عن تاريخ وتطور حضارة جنوب ووسط أمريكا قد تضعفت بشكل هائل في العقود الأخيرة ورغم أن الخبراء قد أصبحوا قادرين على الإجابة عن بعض الأسئلة حول هذه المدينة الملكية فما زال لغز عمرها والبشر الذين شيدوها باقيا لا يجد له حلا معظم الأوروبيين وأبناء أمريكا الشمالية تعود على اعتبار الشرق الأوسط هو مهد الحضارة لذلك يجدون صعوبة في الأخذ بفكرة أن هنود أمريكا يمكنهم تطوير مثل ذلك الإنجاز وهذه الثقافة العالية والمعرفة التكنولوجية وكلما ظهرت أثار حضارة متطورة في القارة الأمريكية كانت تفسر باعتبارها تأثيرات من الحضارات العالمية القديمة مثل مصر الفرعونية أو في نيقيا أو الإيرلنديين الأوائل أو الفايكينج غير أن أنصار أطلنطا سرعان ما اعتبروا أن ما جرى اكتشافه في أمريكا من آثار الحضارات السابقة لوصول كولومبوس هو دليل جديد على حقيقة حضارة أطلنطا وقد ساعد في هذا أن أفلاطون في حديثه المستفيد عن قارة أطلنطا المفقودة قد أشار إلى قارة ضخمة توجد وراء المحيط الأطلنطي عند الجانب الآخر من شاطئه وقال إن تأثير حضارة أطلنطا قد امتد إلى أجزاء من تلك القارة يبقى السؤال هل أحدث أهل أطلنطا آثاراً في سكان وسط وجنوب القارة الأمريكية؟ هذا احتمال يجب أن ندخله في اعتبارنا عندما نتصدى لكشف الآثار القديمة وأطلال المدن والقصور الموجودة في تلك المناطق من الذي شيد تلك المدن الرائعة؟ وكيف توصل أهل تلك البلاد في ذلك التاريخ إلى ما نشهده من مهارات تقنية تسمح بتشييد تلك المدن؟ عند الإجابة عن مثل هذا التساؤل يجب أن ندخل في اعتبارنا نتيجة اندماج الثقافات وهي تقوم على الاعتقاد بأن من غير الممكن أن تنشأ حضارات متفرقة وتتطور وفق أسس متشابهة دون أن تكون قد اتصلت ببعضها حيث ما رأينا ثقافتين أو أكثر لهما نفس الأقائد والعادات والأشكال الفنية والمعمارية والتكنولوجيا المتشابهة يمكن وفقاً لتلك النظرية افتراض أن أهل حضارة ما قد استمدوا معارفهم من حضارة أخرى أو أنهم جميعاً قد استمدوها من حضارة واحدة أو منبع واحد كان هذا هو حجر الزاوية في النظرية التي طرحها إيجناتيوس دونالي حول أتلانتا غير أن العلماء الحرفيين يتحدون هذا الفهم اليوم يوجد العديد من الدارسين الذين يعتقدون أن الحضارات قبل الكولومبية في الأمريكيتين قد تمت على أيدي أهل القارة من الهنود الأمريكيين دون أي اعتماد على مؤثر من العالم الخارجي غير أن المشكلة الوحيدة التي تواجه أصحاب هذا الرأي هي عدم قدرتهم حتى الآن على اقتفاء نقطة البداية لحضارة القارة الأمريكية بشكل أكيد لكن ذلك لا يثير اندهاش المؤمنين بقارة أتلانتا نتيجة لاقتناعهم بأن حضارة تامة الاكتمال قد صدرت إلى القارة الأمريكية وكانت البداية لأي معالم حضارية في هذه القارة الكشف عن الأثار التي تحمل صورا بذقون وأنوف بارزة والذي يختلف مظهرهم تماما عن السكان الهنود الأصليين بدى لبعض المستكشفين مساندا أسطورة أتلانتا ولإثبات أن الحضارة الأمريكية قد تأثرت بثقافة أبناء أتلانتا أستاذ علم الأجناس النرويجي الشهير تور هايردال كان مقتنعا بأن بشرا أو بمعنى أدق مجموعة من البشر لون جلودهم فاتح بأنوف بارزة ولحا كثيفة مارسوا تأثيرا ملموسا على تطور الحضارة الأمريكية وبصفة خاصة تلك التي ازدهرت في الأنديز وبيرور قديمة يقال إن أسطورة الإله الأبيض التي نشأت بمقدم أبناء أتلانتا هي التي دفعت أهل البلاد إلى الترحيب بالغزاة الإسبان أصحاب اللون الفاتح باعتبارهم من الآلهة وهكذا انهارت حضارتهم ومع ذلك وبرام الجهود التي بذلت لجعل الحضارة القديمة للقارة الأمريكية تبدو طبيعية ولا تحتاج إلى تفسير أو إلى نسبتها إلى حضارة أخرى كحضارة أطلانتا يبدو أن هناك سرا لم يكشف عنه الغطاء حتى يوميا هذا من يدري؟ ربما تمدنا أدغال أمريكا الجنوبية بالمزيد من الأطلال والأهم من الأدلة أو ربما عثرنا على أطلانتا المفقودة لتعطينا الإجابة المقنعة هذا بالطبع إذا لم تكن الإجابة المنشودة موجودة في المحيط الأطلنطي بل في المحيط الباسيفيكي أطلانتا هل نجدها في المحيط الهادي؟ عند غروب يوم من أيام الأحادي من عام 1722 عثر أسطول هولندي على جزيرة صغيرة في جنوب المحيط الهادي وأثار اختلافا في الرأي حول الرؤوس الضخمة ما زال باقيا حتى يومنا هذا وصل أدميرال جاكوب روجفن ورجاله إلى تلك الجزيرة في وقت متأخر من اليوم بما لا يسمح لأحد بمحاولة استكشاف الجزيرة ألقوا مرسى سفينتهم وانتظروا حتى فجر اليوم التالي كي يقتربوا من الشاطئ ليستكشفوا أي شكل للحياة على أرض تلك الجزيرة عند أول ضوء شاهدوا سلسلة من النيران الصغيرة على الشاطئ ثم مع ارتفاع الشمس فوق الأفق وقعت أنظارهم على منظر مثير للدهشة على امتداد الشاطئ اجتمعت مجموعة من البشر مختلف الألوان كان من الواضح أنهم يقومون بتقوص عبادة أمام تمثال هائل أطلق الربان روجفن على الجزيرة اسمه إستر آيسلند وهو الاسم الذي ما زالت تعرف به حتى اليوم وهي قد نسبت إلى عيد الفصح إستر فهو اليوم الذي شهدت فيه الجزيرة لأول مرة بقي الربان ورجاله هناك لبضع ساعات لكنهم حرصوا على إلقاء نظرات متأنية من قريب على مجموعة من التماثيل الضخمة كانت جميع التماثيل متشابهة رؤوس مستطيلة بشكل مبالغ فيها ذات ارتفاعات متباينة استطاع روجفن أن يكسر قطعة من أحد تلك التماثيل معتمدا فقط على أصابعه واستنتج أنها مصنوعة من الطين المخلوط بالحصة حقيقة الأمر أنها كانت منحوطة في الصخر الصلب لكن وضعها في ذلك الوقت كان بسبب عوامل التعريات المختلفة كيف أمكن لقاطني هذه الجزيرة الصغيرة أن يحوز مثل هذه المهارة التي أنجزت بها تلك التماثيل ولا أكثر أهمية كيف أمكنهم نقل هذه الرؤوس الضخمة وإقامتها فوق جزيرة محرومة من الأشجار وما يمكن أن تصنع منه الحبال للقيام بمثل تلك المهمة وفيما بعد عرف المستكشفون الأوروبيون أن أهل جزيرة أستر برغم افتخارهم بتلك التماثيل لا يعرفون شيئا بالنسبة لإنجازها أو إقامتها كذلك وجد المستكشفون في الجزيرة على مدى السنوات التالية لوحات خشبية محفورا عليها بعض الرموز يطلقون عليها رينجورينجو التي تعني بلغتهم الألواح المغنية واكتشفوا أن الرموز التي على الألواح عبارة عن لغة حروفها رسوم مثل الهيروغليفية ومع ذلك لم يكن بإمكان أحد من أهل الجزيرة أن يقرأ بدقة هذه اللوحات من أين أتت هذه الكتبات؟ وهل كانت من ابتكار صناع التماثيل؟ وهل هي لغة فعلا؟ ظلت هذه الأسئلة وغيرها من الأمور المحيرة المتصلة بجزيرة أستر تشغل عقول الدارسين على مدى مئتي سنة تسيطر على جزيرة أستر ثلاثة بركي مع أنها لا تزيد في طولها على ثلاثة عشر ميلاً وفي عرضها على سبعة أميال وهي تبرز وسط جنوب المحيط الهادي في عزلة رائعة أقرب جزيرة مسكونة منها تبعد ألفاً ومائتي ميل غرباً وتدعى جزيرة بيت كارن وهي التي لجأ إليها متمرد السفينة باونتي وفي الجهة المقابلة يبعد شاطئ شمال شلي بمسافة ثلاثة وعشرين ألف ميل ومع هذا استوطن الناس هذه الأرض المغفرة ذات الطبيعة القاسية في غيبة الأنهار الجارية أو جداول الماء في الوقت الذي تمنع فيه الرياح القوية المالحة نمو النباتات الطويلة أو الأشجار لم تكن هناك حيوانات على تلك الجزيرة يصطادها المستعمرون الأوائل لا ريب أن حياتهم كانت على درجة كبيرة من المشقة لكنهم تكاثروا وتوصلوا إلى شكل من أشكال الكتابة أو ربما جاءوا به من حيث كانوا وشقوا الطرق وأقاموا المعابد ومرصداً شمسياً كمنحة ستمائة رأس حجرياً عملاقة ذات آذان طويلة الكثير من هذه التماثيل أقيم على امتداد شاطئ الجزيرة وبعضها أقيم على السفوح ويبدو أن باقيها كان يؤشر لطرق الجزيرة أكبر رؤوس الشاطئ يبلغ 33 قدماً في طوله ويزن حوالي 80 طناً في غيبة أي تفسير معقول لمسألة جزيرة آستر أبعد رسون والحالمون لأنفسهم أن يشطحوا بخيالاتهم خلال بحثهم عن التفسير المقبول استقر تفسير الكثيرين على أن الجزيرة إما أنها كانت جانباً من القارة الباسفكية الغارقة أو أنها ما بقي من جزيرة كبيرة لم يكن هناك مفر نتيجة وجود القارة الأمريكية بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ومن أن يدور معظم الأدلة حول قارة أطلنطا المفقودة التي أثرت على الثقافات الأمريكية القديمة أو حول حضارة باسفكية مفقودة أعارت فنونها ومهارتها لهنود أمريكا في عام 1864 وقع الدارس الفرنسي أبي براسر على نسخة من كتاب مختصر عن حضارة المايا وبالتحديد عن يوكا تان يتضمن محاولة لتفسير أبجدية المايا من واقع الألواح الأثرية التي يقال إنها تحويل كثير من المعلومات عن تاريخ حضارة المايا البعيد كانت الألواح التي يطلق عليها ترونو كودكس تحمل قصة قارة تيمو الغارقة تقول الأسطورة إن الأميرين الشقيقين المتنافسين على يد أختهما ملكة تيمو عندما اختارت أحدهما قتل على يد الآخر الذي استولى على يد ملك البلاد وتصل تلك الدراما التي نجد لها أشباها كثيرة في الأساطير القديمة إلى قمتها عندما بدأت القارة تغطص تحت ماء المحيط هربت الملكة إلى مصر حيث بنت أبا الهول تخليدا للأخ المقتول وعاشت في مصر تحت اسم إيزيس لتؤسس الحضارة المصرية القديمة لا أدري لماذا تنسب الحضارة المصرية القديمة إلى مصدر آخر مرة أخرى يقولون إن الفضل فيها يرجع إلى كائنات من الفضاء هبطت من طبق طائر ومرة أخرى ينسبون الفضل لهذه الملكة التي لا أدري كيف استطاعت أن تعبر المحيط الهادي وتخوض في اليابسة لتصل إلى مصر قارة مو تكتسب أنصارا اعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعد ذلك اكتسبت فكرة القارة الباسيفيكية المفقودة داما قويا وتواترت الاجتهادات والكتب والدراسات وأيضا الأحلام البروفيسور مكميلان براون من نيوزيلندا تصدى لحل الغاز جزيرة إستر معتمدا على معارفه في الجيولوجيا والآثر وعلم الإنسان وقد توصل إلى أنه كان في جنوب الباسيفيكي في الأزمان السابقة إما قارة أو أرخبيل يسكنه الرجل الأبيض وأن جزيرة إستر كانت تستخدم كمدفن جماعي لأهل الجزر المجاورة يشير الأستاذ براون إلى أوجه التشابه بين تماثيل وعادات الحضارة البولينيزية وحضارة أهل بيرو معتقدا أن ثقافة أمريكا الجنوبية قد وصلت إلى تلك القارة من الغرب وقد لقى جانب من نظريته قبولا من جانب الخبراء المعاصرين كتفسير جديد للثقافة البولينيزية ثم جاء جيمس تشيروورد الأنجلو أمريكي الذي لم يعلن عن نتائج دراسته التي قضى فيها عمره العملي إلا عندما أصبح في السبعينيات من عمره لقد ظهر كتابه الأول قارة مول مفقودة عام 1926 ولقى رواجا نتيجة لأسلوبه الممتع وقد أصبح اسمه تشير تشورورد مقترنا بقارة مول بدأ الكتاب بهذه الكلمات لم تكن حضائق عدن في آسيا بل كانت في قارة غارقة الآن في المحيط الهادي وقصة الخلق الواردة في الكتاب المقدس حكاية الأيام السبعة والليالي السبع جاءت في أول الأمر ليس من أهل وادي النيل أو الفرات ولكن من تلك القارة الغارقة خلال بحفه وعند محاولته فكر رموز اللغة المنقوشة على الألواح التاريخية لشعب المايا الموجودة في متحف مدريد اضطر إلى مقارنتها بالكتابات الكلدانية والبابلية والفارسية والمصرية القديمة واليونانية والهندية ومن واقع دراسته الجادة يقول تشير شوورد لقد اكتشفت أن هذه القارة المفقودة كانت تمتد من شمال هواي إلى الجنوب وحتى فيكي وجزيرة أستر واستنتجت أن سكان هذه البلاد الجميلة استعمروا العالم وأن أرضها اختفت نتيجة لزلزال مخيف فاختفت في قاع المحيط منذ 12 ألف سنة وسط دوامة من النار والماء لكن قصة أطلنطا لم تصل إلى نهايتها بهذا الاعتمال فهناك من يعتقد أن أطلنطا لم تكن في الأطلنطي أو المحيط الهادي بل كانت في البحر الأبيض المتوسط أطلنطا تدور حول هذه الجزيرة الجبلية التي تقع عند النهاية الجنوبية لبحر إيجا لقد نظروا إلى كريت باعتبارها كانت ذات يوم مسكنا لبحارة أقوياء يحكمهم الملك مينوس ابن زيوس كبير الآلهة والآدمية الحسناء يوروبا تقول الأسطورة إن إنسان آليا من البرونز له جسم إنسان ورأس ثور كان يحرص الشاطئ الصخرية لجزيرة كريت مرغما للغزاة على الابتعاد نتيجة تقفه لهم بالجلاميد أو الصخور الكبيرة الكروية وفي كريت أيضا كانت المتاهة التي سجن فيها الملك مينوس الكائن الأسطوري المينوتور الرجل الثور العمراق الذي كان يفترس كل عام من أبناء اليونان القديمة سبع شبان وسبع شبات والذي نجح البطل الإغريقي ثيسيوس في قتله آخر الأمر بالنسبة لمعظم المؤرخين لا تخرج هذه القصة عن كونها أساطير مسلية وقد اقتضى الأمر أن ينجز عالم الآثار البريطاني سير آرثر إيفانز حفرياته لكي يبرهن على أن الأسطورة قامت على حقيقة في عام 1900 بدأ إيفانز في الكشف عن أبنية متطورة وجميلة ومثيرة للدهشة في جزيرة كريت فقادت اكتشافاته إلى الاعتقاد بوجود حضارة متطورة للغاية في كريت قبل ذلك بحوالي 4500 سنة أطلق على أهلها اسمها المينونيين نسبة إلى الملك الأسطوري مينوس حكم المينونيين إيجا بينما كان اليونانيون في طور البربرية لم يكنوا تجارا فقط بل كانوا مستعمرين أيضا وكانوا يستمدون المنافع من الشعوب الأقل تطورا مثل اليونانيين وكان صيطهم يمتد بعيدا حتى الأطراف الشمالية والغربية لأوروبا وأيضا إلى مصر وجنوب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لقدراتهم البحرية ولثرائهم ونمط حياتهم الفخم الراقي كانت عاصمتهم كنوسوس تقع على بعد ثلاثة أميال من الشاطئ الشمالي لكريت وفي عام 2500 قبل الميلاد كانت اعداد العاصمة يصل إلى 100 ألف إنسان تقريبا وكان قصر كونوسوس محل إقامة الملك والملكة ومركز حكومة المينونية يشكلان تجمعا معماريا رائعا يغطي ما مساحته 6 هكتارات كانت المخازن الضخمة للقصر تحتوي على احتياجات البلد من الحبوب والنبيذ والزيت وبعض الجرار الضخمة كانت تتسع الواحدة منها لما يصل إلى 79 ألف جالون من زيت الزيتون لم يقف الأمر عند جمال تصميم القصور فقد عرف أهل كريت القدماء أنظمة متطورة في حياتهم بل يدركها البعض في وقتنا هذا مثل ما كان في القصر من المراحيض المزودة برشاشات الماء سيفونات والمياه الجارية ونظام المجاري جيد التخطيط الذي يتكفل أيضا بمياه الأمطار تفيد الدراسات الأثرية أن حضارة كريت كانت مزدهرة لحوالي 100 سنة لكنها عانت انهيارا مفاجئا فيما بين 1500 و 1400 قبل الميلاد هنا نجد لأول مرة دلائل على وجود شعب شبيه بشعب أتلانتا الذي تحدث عنه أفلاطون وكان أول من طرح ذلك الشبه بطريقة علمية منظمة كيتي فروست أستاذ التاريخ القديم في جامعة كوين بمدينة بالفاست في عام 1909 كتب فروست في التايمز اللندنية عن الحاجة إلى إعادة النظر في تاريخ البحر الأبيض بأكمله نتيجة لكشوفات كريت وقال إن الوصف الكامل لأتلانتا الوارد في أقوال أفلاطون يطابق كشوف كريت إلى حد بعيد ومع ذكر الرواية أفلاطون يدلي فروست ببعض ملاحظاته قائلا الميناء الكبير على سبيل المثال بالسفن والتجار الوافدين من كل مكان بالحمامات الراقية بالاستاذ وبالتضحيات بالثور كل هذا على وجه التقريب مطابق لممارسات المينونيين القدماء غير أن كريت ليست هي أتلانتا فالجزيرة لا يمكن مقارنتها بالقار التي تحدث عنها أفلاطون كما أن كريت لم تختفي تحت المال بعد نشر نظرية فروست بثلاثين سنة قام الأستاذ سبيردون ماريناتوس المدير العام لمصلحة الآثار اليونانية بطرح أدلة جديدة ساهمت في مساندة آراء فروست ففي مقاله الخراب البركاني في كريت المينونية الذي نشر في المطبوعة الإنجليزية أنتي كيتي عام 1939 شرح كيف أنه في حفرياته في أمينيسوس المرفأ القديم القريب من كونسوس اكتشف حفرة مملوئة بأحجار من الخفاف البركاني كما وجد أيضا الدليل على أن المكان كان قد غمره تضفق من المياه الكاسعة لقد اقتنع ماريناتوس بأن سقوط كريت لم يأتي نتيجة غزو أجنبي ولكن نتيجة لكارثة طبيعية غاية في العنف وهو يطلب الانتباه إلى المصدر الحقيقي للخلط في الروايات مشيرا إلى جزيرة بركانية صغيرة اسمها تيرا تبعد عن كريت 75 ميلا شمالا تلك الجزيرة الصغيرة تعتبر مسؤولة عن الكثير من الخلط الذي ورد في الحديث عن أتلنتا بعض الناس يطلقون عليها اليوم اسم سانتوريني نسبة إلى القديسة إيرين القديسة الحامية للجزيرة وفي الماضي كانت تدعى كاليستي بمعنى الجزيرة شديدة الجمال وأيضا أطلق عليها سترونغاليلي بمعنى الجزيرة المستديرة رغم أن الإسمين القدمين يحملان ذكرى ما كانت عليه الجزيرة في الماضي فحاضر الجزيرة لا يمط بصلة لمثل هذه الأوصاف جزيرة تيرا التي كانت يوما جزيرة مستديرة قطرها حوالي 11 ميلا تغطيها القمم المخلطية وتكسوها الغابات والنباتات المزدهرة هي الآن عبارة عن ثلاث شضايا من أرضها السابقة الأكبر على شكل الهلال ومن الواضح أن الجزيرة لها تاريخ طويل من التقلبات البركانية لكن الأدلة الجيولوجية تفيد أن تلك التقلبات التي مزقت قلب الجزيرة الأصلية وشكلت الخليج ربما كانت من أكبر التقلبات التي عرفتها البشرية يقول العلماء إن الحدث القريب الذي يعطينا فكرة عما جرى للجزيرة نجده فيما حدث للجزيرة كاركاتوا عام 1883 مأساة كاركاتوا كاركاتوا الجزيرة غير المأهولة والواقعة بين جاوى وصومترا شهدت ثورة بركان شبيهة بما حدث للجزيرة تيرا في شهر مايو من ذلك العام بدأ ثورة البركان بانفجارات متصاعدة اهتزت لها الأبواب والنوافذ على بعد مائة ميل بعد ذلك بيومين شهد عمود من التراب والبخار صاعد من الجزيرة بارتفاع حوالي سبعة أميال وتم تسجيل تساقط تلك الأتربة على بعد ثلاثمائة ميل من الجزيرة تواصلت هذه الاضطرابات على مدى شهر يونيو ويوليو غير أن الذروة حدثت في أغسطس حيث شهدت كرات النار البيضاء تتساقط عند أطراف الجزيرة مع ارتفاع شديد في الحرارة وانبعثت رائحة كبريتية كريهة من هذه الانفجارات وانتشرت موجات قوية حطمت الحوائط والنوافذ على بعد مائة ميل ثم جاءت موجات المد التي سببت التخريب الأكبر في المنطقة المحيطة حيث تهدمت ثلاثمائة مدينة وقرية ومات ستة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمانين إنسانا من جراء الأمواج العملاقة شديدة الاندفاع وما ذلك يقول الدارسون إن انفجارات تيرا كانت أقوى من انفجارات كاراكا تاوا في كتابه نهاية أطلنطا أورد الباحث الأستاذ جاي لوتشي وجهة نظره عن العلاقة بين جزيرتي كريت وتيرا قائلا نحن لا نعرف ما حدث لكريت وجزر وشواطئ بحر إيكا لكنني أعتقد أن ما حدث في كريت من خراب وخسائر في الأرواح لا يقل عما حدث في كاراكا تاوا من يدري؟ فقد يأتي اليوم الذي نعثر فيه على المفاتيح التي تكشف لنا سرقارة أطلنطا قد يكون الحل بسيطا وقد يكون مركبا قد يجيء مثيرا أو عاديا مخيبا للأمال قد نكتشف أننا اقتربنا كثيرا من الوصول إلى الإجابة أو نجد في الإجابة الحقيقية مفاجأة كبرى لنا على أي حال فإن الوصول إلى الحل سيحرم العالم من أكثر الألغاز غموضا أطلنطا أثارت وألهمت البشر لزمن طويل ربما بالنسبة للوقت الراهن يكون علينا أن نكون ممتنين لعدم توصل أحد إلى إجابة السؤال وأن قارة أفلاطون المفقودة ما زالت بعيدة عن منالنا في صباح الثلاثين من يونيو عام 1908 وقعت كارثة كبرى كان لها أكبر الآثار وأبعدها لم يصل العلماء إلى تفسير لها حتى الآن بعد مرور ما يقرب من مئة سنة لماذا لم ينجح في تعرف ذلك الشيء الذي اصطدم في وادي تانغاسكا ذلك الجانب البعيد من شمال سيبيريا في ذلك الصباح المشؤوم اصطدم جسم بالأرض فقدت الحرارة الناتجة عن ذلك الاستضام على عناصر الحياة في مساحة أوسع من مدى مدينة كبرى وأذابت الأجسام المعدنية وأبادت قطعان حيوان الرنة وجردت الأشجار من أخصانها واقتلعت الأشجار من جذورها وألقي بها فوق الأرض كأعواد الثقاب الرعاء الذين كانوا في ذلك الوقت على مسافة كبيرة من موقع الاستضام طارت أجسامهم في الهواء كما انتزعت الريح العاصفة خيامهم كان أحد الفلاحين يجلس في ساحة بيته على بعد ستين كيلو متر من مكان الاستضام فوصف ما حدث قائلاً ظهر وميض ضوء قوي وقد ارتفعت حرارة الجو بشدة وبسرعة حيث أنني لم أعد قادراً على البقاء في مكاني فقد كان قميصي يحترق فوق ظهري شهدت كرة نار هائلة توطي مساحة واسعة من السماء غير أن الأمر لم يستمر أكثر من لحظة خاطفة ثم أظلمت السماء وأحسست في نفس الوقت بانفجار هائل ألقي به على بعد عدة أقدام من الساحة فقدت وعيه لبضع دقائق وعندما عدت إلى وعي سمعت ضجيجاً هائلاً يهز البيت هزاً عنيفاً حتى كاد يقتلعه من أساسه هذا ما جرى في منطقة الاستضام أما في الأماكن البعيدة فقد تعددت الملاحظات في لندن استطاع الناس قراءة الكلمات المصفوفة بالحروف الصغيرة في جريدة التايمز عند منتصف الليل دون الاعتماد على إضاءة ما في استوكهولم التقط الناس العديد من الصور الواضحة في ظلام الليل وظهرت بعد ذلك كأنها قد التقطت في ضوء شمس ساطعة في هولندا استحال على الفلكيين القيام بأعمال الرصد الفلكي نتيجة لشدة استضاءة السماء وحتى في أمريكا شعر الناس بالذبذبات الناتجة عن الاستضام العجيب اليوم بعد قرن من الزمان ما زالت النظريات المتضاربة تحاول تفسير تلك الظاهرة الفريدة دون أن يتفق العلماء على شيء هل كان نيزكا أم نجما مذنبا أم كان ثقبا أسود أم كان انفجارا نوويا حدث في مركبة فضاء قادمة من كوكب آخر لم يكتب لهذه الظاهرة أن تخضع لأي دراسة علمية منظمة إلا بعد نشوب الثورة الروسية وقيام الحكومة البلشفية وإزاحة الأدميرال كولتشاك وقوات روسيا البيضاء التي كانت تسيطر على سيبريا في عام 1921 عندما تسلم لينين السلطة وصمم على أن تصبح للاتحاد السوفيتي الوليد مكانته العلمية في العالم كلفت الأكاديمية السوفيتية للعلوم العالم المرموق ليونيد كوليك بجمع المعلومات عن النيازك التي تسقط على أراضي الاتحاد السوفيتي حدث أن وقعت بين يدي كوليك قصصة صحفية تصف الحدث الذي جرى في يونيو عام 1908 وتقول إن نيزكا ضخما سقط على تحويلة فليمونوفو وسط خط السكك الحديدية السيبيرية كانت تلك القصاصة بداية لجهد متصل من جانب العالم كوليك استمر لما يقرب من عشرين عاما إلى أن قتل في الحرب العالمية الثانية على يد النازي وهتى ذلك الوقت لم يكن قد توصل إلى نتيجة واضحة حول سر ذلك الانفجار الهائل بدأ كوليك يجمع أقوال شهود العيان ومراجعة تقارير علماء الأرصاد الجوية لقد جاء بالجرائد المحلية في أركوتسك وتوميسك وكراس نويارسك الكثير عن أخبار الواقعة وتحت عنوان أغرب الظواهر الطبيعية جاء في جريدة سايبير التي تصدر في أركوتسك ما يلي في قرية نيزين كارنسك التي تقع في الشمال الغربي شهد الفلاحون عاليا عند الأفق جسما أشد لمعانا من أن يحتمله البصر كان الضوء أبيض يميل إلى الزرقة وكان الجسم يتحرك رأسيا إلى أسفل لمدة عشر دقائق وكان على شكل ماسورة أسطوانية الشكل كانت السماء بلا سحب فيما عدا سحابة سوداء صغيرة منخفضة عند الأفق وفي الاتجاه الذي يندفع إليه الجسم كان التقص ساخنا وجافة وعندما اقترب الجسم من الأرض بدأ كأنه انصحق وظهر عند موقع انسحاقه سحابة هائلة من الدخان الأسود لقد سمع صوت الارتطام العنيف الذي لم يكن يشبه صوت الراد بل أقرب إلى سقوط أحجار ضخمة أو طلقة مدفع اهتزت كل البنايات وفي نفس الوقت اندفعت ألسنة متشاعبة من اللهب وسط السحابة بكت النساء العجائز وقد ظن الجميع أن نهاية العالم قد حلت صوت الارتطام على بعد 800 كيلو متر وقد اكتشف كوليك أن قرية نيزين كارلنسك هذه تبعد 320 كيلو متر عن مكان الانفجار وقد جمع أحد علماء العرصاد الجوية المحليين ويدعى فيزنسانكي التقارير المختلفة التي كتبت عن هذه الظاهرة في محاولة لتحديد نقطة الاستضام الشيء الذي يصعب تصديقه هو أن صوت الارتطام سمع على بعد 800 كيلو متر من مركزه وأنه على هذا البعد سجلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في أركوتسك ما يصل في قوته إلى زلزال حرص كوليك على أن يجمع روايات شهود العيان فتكرر في أقوالهم انفجار جسم سماوي من لهب ولهيبه شق السماء إلى نصفهم وأعمدة شاهقة من الدخان قال إليا بوتابوفيش أحد شهود العيان في ذلك اليوم حدث انفجار فضيع كانت قوته كبيرة جدا إلى حد أطاح بأشجار الغابات وألقاها على الأرض لمسافة كبيرة على امتداد نهر تشامبي تهاوى بيت أخي وطار صقفه بعيدا كما هربت حيوانات الرنى مذعورة وتسبب صوت الانفجار المدوي في إصابة أخي بالصمم كما تسببت الصدمة في إصابته بمرض عاناه طويلة أما فسيلي أوكتشان فقد حكى كيف كان نائما هو وأفراد عائلته عندما طارت الخيمة بأفراد العائلة بعيدا في الهواء قال أصيب جميع وأفراد العائلة بجروح وقد فقد البعض وعية كانت الأرض تهتز وسمعنا صوتا مدويا لرعد عجيب وكان كل شيء حولنا خارقا في الدخان الناتج عن حريق الأشجار وعندما خفت هدير الرعد بقيت الحرائق مشتعلة في الغابة لقد اكتشف كوليك أن ذلك الارتطام الذي كان من الممكن أن يقضي على ملايين البشر لو أنه وقع وسط مدينة من المدن أو في مكان آهل بالسكان لما تسبب في حالة وفاة واحدة لم يمت سوى العديد من الكلاب وحيوانات الرنة ويضيف كوليك لو أن ذلك الارتطام كان قد حدث في محيط من المحيطات لتسبب في إثارة جبال من الأمواج كالتي أثارها انفجار كاراكاتوا عام 1883 وأغرق مساحات واسعة وقضى على 36 ألف شخص التقارير التي تجمعت لدى كوليك لم تفده في معرفة المكان المحدد للانفجار لهذا بدأ رحلته الطويلة عام 1927 التي دعمتها أكاديمية العلوم من لينانجراد على أمل أن يتوصل إلى معرفة موقع الارتطام بعد مرور 19 سنة على حدوثه توصلت رحالة كوليك لأكثر من عشر سنوات وبعد سلسلة من المغامرات المثيرة أمكنه آخر الأمر أن يحدد موقع الانفجار في مجاهل سيبيريا في مارس عام 1927 غادر كوليك السكك الحديدية السيبيرية عند مدينة تايشيت واعتمد على الخيل وزحفات الجليد في الوصول إلى قرية ديفوريتس على نهر إنجارا وبعد أسبوعين وصل إلى مدينة فانفارا آخر محطة له قبل أن يخوض في غابات سيبيريا التي لم تكن خرائطها قد رسمت بعد والتي يطلق عليها الروس تايغا كانت مجاهل تايغا الواسعة المظلمة تبدو في عشرينيات القرن العشرين بعثة على الخوف وحتى الآن بعد أن أقام الروس مدنا كاملة جديدة وسط الغابات مثل براتيسك فإن مجاهلة تايغا تبدو وكأنها لم تمس اكتشف كوليك أنه لا يستطيع الاعتماد على الخيل في خوض الجليد الكثيف فاشترى بعض غزلان الرنة وحمل عليها إمداداته كما ضم إلى قافلته إيليا بوتابوفيتش الذي أشرنا إلى روايته عن إصابة أخيه بتأثير الانفجار بعد يومين من بداية الرحلة أصبح عليهم أن يشقوا لأنفسهم طريقا وسط الغابات باستخدام الفؤوس أخيرا وفي منتصف إبريل وصل الركب إلى نهر ميكيرتا وكانت هذه لحظة اهتزت لها مشاعر كوليك فقد وقف على الشاطئ الجنوبي للنهر وتطلع شمالا ليرى أول آثار ملموسة للكارثة التي شغلت باله طوال السنوات الست السابقة على الشاطئ الشمالي رأى عددا محدودا من التلال الصغيرة أو الروابي التي تبرز وسط امتداد الأرض كان الإطار الذي يرسم جسم تلك التلال على صفحة السماء خاليا من أي أشجار وعندما اقترب كوليك من التلال رأى الجذوع الضخمة لأشجار الصنوبر ملقاة على الأرض كانت متراصة مثل فصيلة من الجند بحيث يشير أعلى جميعها إلى الجنوب الشرقي فعرف أنه يشهد المعالم الخارجية لأطراف منطقة الخراب التي يسعى إليها عندما وصل إلى أعلى قمة من قمم تلك الروابي زاد عجبه عندما رأى على امتداد بصره مسافة تتراوح بين 20 و 25 كم مربعا من الأرض الجرداء وقتراصة أشجار التايكة الضخمة فوق الأرض أشجار الصنوبر وتنوب وباقي الأشجار النفطية متراصة على الأرض بنفس النظام من هذا استنتج كوليك أن مركز الانفجار لا بد أن يكون بعيدا حاول كوليك أن يواصل تقدمه لكن مرافقوه رفضوا مواصلة الرحلة فاضطر إلى العودة على أمل تجهيز بعثة شديدة في يونيو من نفس العام بدأ رحلته الثانية مستخدماً للقوارب الشبيهة بالأطواف ينقل عليها مهماته على طول النهر بعد أن ذاب الثلوجه تقدم في اتجاه الشمال الغربي مستهدياً باتجاه الأشجار الساقطة حتى وصل إلى نقطة أيقن أنها المكان الذي استضم فيه النيزك بالأرض كان كوليك حتى ذلك الوقت يؤمن بأن الظاهرة ترجع إلى استضام نيزك بالأرض بل لقد حدد بعض الأماكن التي تصور أن شضايا النيزك ارتطمت بها لتصنع الفوهات التي تحدث في مثل تلك الأحوال عن هذا كتب يقول كانت المنطقة تتناثر فيها عشرات الحفر مستوية القاء والتي تتباين أقطارها بين عدة أمتار وعشرات الأمتار ويبلغ عمق الحفرة عدة أمتار كانت حواف الحفرة عمودية غير متدرجة وقاعها المسطح تكسوه الطحالب نظراً لنفاد المؤن اضطر كوليك إلى التوقف عن إجراء المزيد من الأبحاث وأنهى تلك الرحلة في طريق العودة بدأ كوليك يفكر في تنظيم حملة جديدة للبحث عن جسم النيزك الذي تصوره بالضرورة هائل الحجم كذلك البحث عن شضايا النيزك التي لابد أن تكون موجودة في تلك الحفر ولولاً كوليك كان من أبناء سيبيريا لكن قد عرف أن مثل هذه الحفر تعتبر ظاهرة طبيعية شائعة في أنحاء تاريكا فالثلوج أثناء الشتاء تندفع باحثة عن طريق وسط فحم المستنقعات وفي الصيف عندما تذوب هذه الثلوج تخلف وراءها تلك الحفر الفضل للمسح الجوي عاد كوليك إلى لنينجراد يحمل أخباره المثيرة عن حجم الانفجار الهائل الذي حدث في مجاهل سيبيريا فلم يجد صعوبة في إقناع أكاديمية العلوم بتمويل بعثة علمية جديدة في هذه المرة اصطحب المصور الفوتوغرافي ستروكوف الذي استطاع أن يسجل بنجاح مراحل عمل البعثة الجديدة بكل ما حفها من المخاطر وكانت تلك المخاطر بالإضافة إلى الأمراض التي أصيب بها أعضاء البعثة سبباً في سرعة إنهاء عملها نظم كوليك رحلته الثالثة بعد عام من الرحلة الثانية ولم يزد ما حصل عليه عن الذي حصل عليه من الرحلة الأولى لقد فشل كوليك في العثور على أثر واحد يؤكد نظريته والتي ترجع الظاهرة إلى ارتطام نيزك بالأرض في هذه الرحلة التقط كرينوف نائب كوليك صورة لأصل جذع شجرة عثر عليها في قاع حفرة مما يؤكد أن الحفرة لم تصنعها شضية من شضايا نيزك لكن كرينوف أخفى الصورة عن كوليك حتى لا يصدمع في نظريته المسح الجوي الذي جرى للمنطقة بعد ذلك والاختبارات الدقيقة للأشجار طريقة سقوطها وأثار الحروق التي بها أتاحت للعلماء أن يخرجوا بنتائج أكثر دقة لما جرى في ذلك اليوم من يونيو قال العلماء أن جسما طائرا دخل مجال الأرض الجوي وأصبح مرئيا في مكان ما بالقرب من بحيرة بايكال ثم اندفع من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي قبل أن يرتطم بالأرض وهناك من العلماء من يعتمد باحتمال أن يكون ذلك الجسم غير مساره بعد دخوله المجال الجوي للأرض يعتمد هذا الاحتمال على روايات شهود العيان والتي كانت قد بلغت في ذلك الوقت 700 شهادة هذا الاحتمال يتخذه البعض أساسا للقول بأن ذلك الشيء كان سفينة فضاء قادمة من كوكب آخر فلا يمكن لغير السفينة التي تتحكم الكائنات الحية في حركتها أن تغير مسارها بعد دخولها مجال الأرض وبرمي أن أحدا من الشهود لم يقل برؤيته للجسم وهو يغير اتجاهه فقد أتت الفكرة من تناقض الشهادات حول مسار الجسم اللامع الضخم فوق سيبيريا بعد المسح الجوي لم يعد هناك شك في الاتساع الخرافي للمنطقة التي تعرضت للتخريب أكثر من ألفين ميل مربع ومع ذلك ففي وسط ذلك الخراب الشامل ومركزه كانت هناك ظاهرة غاية في الغرابة وسط دائرة الخراب الواسعة بقي عدد كبير من الأشجار في مكانه وإن كانت أخصانها منزوعة رغم كل جهود المسح الجوي والحفر الدؤوب لم تظهر علامة واحدة توحي بأن شيئا ما قد ارتطم بالأرض فعلا الثابت أن الظاهرة قد تمت من خلال موجتين من موجات التدمير على الأقل الانفجار ثم الموجة القذائفية ورغم اندلاع الحريق على نطاق واسع إلا أن عمر تلك الحرائق كان قصيرا والأعجب من هذا ما جرى من نمو متسارع للأشجار في عقاب الواقع لقد كان نموها متسارعا إلى حد لافت غير مسبوك إذا ما قررناه بنمو الأشجار الشبيهة في أنحاء أخرى من سيبيريا لقد بدى اللغز أكثر تعقيدا من أي وقت آخر القياس على قنبلة هيروشيما توقف البحث في هذه الظاهرة تماما عندما دخل الاتحاد السوفيتي للحرب مع ألمانيا النازية ورغم أن كوليك كان قد بلغ الخمسين من عمره في ذلك الحين إلى أنه تطوع مشاركا في الحرب فجرح ووقع في الأسر ثم مات هذا بالإضافة إلى أن الكثيرين ممن شاركوه في أبحاثه حول هذه الظاهرة قتلوا في الحرب انتهت الحرب في أوروبا ثم حلت اللحظة المأساوية في الطرف الآخر من العالم اللحظة التي غيرت أشياء عديدة في حياتنا ومن بين ذلك النظر إلى لغز تانغاسكا لقد أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الذرية فوق هيروشيما مر عامان على انتهاء الحرب وانصرف العلماء إلى جهود السلام لحظ العديد من الباحثين أوجه الشبه بين العادية بين نمط التخريب في هيروشيما وبين الآثار التي خلفها انفجار سيبيريا في هيروشيما لاحظ المراقبون الأمريكيون أول ما لاحظوا أن مركز الانفجار كان نصيبه من الدمار أقل نسبياً وهو نفس ما لاحظه العلماء في تانغاسكا فقد بقيت الأشجار منتصبة عند مركز الانفجار أيضاً ظهر في هيروشيما أن النباتة صار ينمو بسرعة في أعقاب التفجير الذري وهو نفس ما لاحظه العلماء في منطقة التدمير بسيبيريا في الحالتين تكررت ظاهرة يطلق عليها التضليل حيث يحظى الناس والأشياء قرب مركز الانفجار بحماية خاصة ومن المهم أيضاً ما اكتشفه الباحثون وفقاً لأقوال شهود العيان حول شكل الانفجار وأثاره المباشرة من شبه شديد بما حدث في هيروشيما وما تبع إلقاء القنبلة من سحابة على شكل عش الغراب يميل الروس إلى الاعتقاد بأن سحابة تانغاسكا لابد أنها كانت أعلى بكثير من سحابة هيروشيما باعتبار أن الناس شاهدوها على أبعاد كبيرة مما يحيب أن انفجار تانغاسكا بلغ ألف ضعف انفجار قنبلة هيروشيما كان الشبه بين انفجار تانغاسكا وقنبلة هيروشيما أكبر من أن يهمل ومع ذلك كان مما لا يقبل التصديق القول بحدوث تفجير ذري في سيبيريا قبل أربعين سنة من توصل علماء الولايات المتحدة الأمريكية إلى إحداث أول تفجير ذري في ألماغورو لكن ما إن سيطرت الفكرة على الأذهان حتى قفز إلى السطح دليل جديد هل كانت الآثار الجلدية التي على جلود غزلان الرنى في سيبيريا نتيجة لحروق إشعاعية؟ مثل التي أصيبت بها قطعان ماشية في نيومكسيكو نتيجة للغبار الذري الذي تساقط عليها بعد تجربة التفجير الذري الأولى؟ هل يمكن أن نكتشف في حلقات مقطع جذور الأشجار الباقية في المنطقة أي أثر لإشعاع تال لعام 1908؟ العالم الأمريكي ليبي يميل إلى الإجابة بنعم على هذا السؤال ما تراكم الشواهد التي تجمعت بفضل البعثات العلمية منذ عام 1958 وحتى الآن سادت نظرية الانفجار الذري والحرارة النووية في تفسير ما حدث في تانغاسكا دكتور فاسلياف الأستاذ بجامعة توميسك والذي قاد البحث في لغز تانغاسكا يميل إلى التعاطف مع هذه النظرية ويقول للتدليل عليها لقد حدثت تغيرات وراثية غاية في العنف ليس فقط في النبات لكن في مملكة الحشرات الصغيرة أيضا لقد ظهرت أنواع من النحل والحشرات الأخرى لا يوجد لها شبيه في أي مكان في العالم بعض الأشجار والنباتات توقفت عن النمو والبعض الآخر نمى بمعدلات متضاعفة تبلغ في بعض الأحيان مئات أضعاف معدل نموها قبل عام 1980 مع ذلك يؤكد دكتور فاسلياف عدم الوصول إلى شواهد تدل على آثار إشعاعية غير عادية في عام 1960 صرح قائلا إن ما نشاهده هناك يكشف عن فوضى كهر مغناطيسية شاملة وبصفة خاصة عند مركز الحدث لابد أن هذه المنطقة قد تعرضت لإعصار كهر مغناطيسي هائل القوة قاد إلى تعطيم كامل وربما يكون دائما لكل نسق عادي يتصل بالمجال الجاذبي للأرض كما ظهر وجه شبه جديد بين ما حدث وما يحدث في التفجير النووي فعندما قام علماء روسيا وأمريكا وبريطانيا بدراسة آثار القنبلة الهيدروجينية في خمسينيات القر الماضي لاحظوا أن التفجير النووي في مكان ما يخلق في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية نوعا من الشفق المضي يصاحبه قدر من التشويش في الغلاف الجوي المتأين للأرض الذي يعكس موجات الراديو عند الرجوع إلى التقارير العلمية القديمة ثبت أن المستكشف البريطاني آرنيست شاكلتون كان في ذلك الوقت من عام 1908 عند قارة القطب الجنوبي في الجانب المقابل لتانغاسكا من الكرة الأرضية كان شاكلتون يعسكر بالقرب من بركاني مونت أيرباس وسجل فريقه حدوث شفق اللامة لا يمكن تفسيره قبل وبعد انفجار تانغاسكا من أهم ما قال به العلماء نتيجة لتلك البحوث هو أن ذلك الشيء الذي هبط على تانغاسكا أيا كانت طبيعته لم يرتطم بالأرض ولكنه انفجر في الهواء قريبا من الأرض بل لقد استفاد العلماء من خبرة التفجيرات الذرية والنووية وقدروا أن انفجار تانغاسكا حدث على ارتفاع ثماني كيلو مترات لكن بقي سؤال أساسي بلا إجابة ما الذي أحدث ذلك الانفجار النووي قبل أن يتوصل الإنسان إلى أسرار التفجير الذري؟ البعثات العلمية التي عملت هناك بعد الحرب العالمية الثانية عثرت في الموقع على عدة أشياء لها دلالاتها كرة صغيرة جدا من حجر المغنيط خام الحديد الممانط وكرات من السيليكات مدفونة في التراب ومغروسة في سيقان الأشجار ورع العلماء أن هذه الكرات الدقيقة قد جاءت من الفضاء الخارجي حجر المغنيط يحتوي من النكل أكثر مما هو معتاد على الأرض والسيليكات بها فققيع من الغاز شبيهة بتلك المعروفة عند التحليل الطيفي للأشياء القادمة من الفضاء ثقب أسود صغير كل هذه التفسيرات لم تنجح في منع العلماء من إعلان نظريات جديدة في تفسير تلك الظاهرة من بينهم أصحاب نظرية سفينة الفضاء هم مجموعة من كبار العلماء أمثال العالم الأكاديمي زولوتوف وهم يعتقدون أن هذه الكرات الصغيرة هي من بقايا السفينة الفضائية التي تبخرت قرب الأرض وهم يتقدمون بمجموعة من الشواهد التي تستند نظرياتهم شهود العيان وصف الجسم الهابط بما يشبه الأسطوان أو العمود وأنه في لحظة ما غير اتجاهه وهم أيضا يستندون إلى أن الشكل الخاص لرقعة الخراب كما أمكن رصده أخيرا من الجو يشبه نسرا يبسط جناحي ولو أن ذلك الشيء كان كراويا لكان أثره على الأرض دائريا وعن سر اقتراب السفينة من الأرض في هذه البقعة بالذات فيقولون أنها كانت تحتاج إلى الماء كواقود لها وأنها كانت في طريقها إلى بحيرة بايكال أكبر تجمعا للماء الحلوي في العالم هناك نظريات أخرى يتبنىها علماء كبار مثل جاكسون وريان ألذان يعملان في مركز النظرية النسبية في جامعة تيكساس لقد أعلن سنة 1973 أن ذلك الشيء كان نوعا صغيرا جدا من الثقوب السوداء والثقوب السوداء ظاهرة فلكية لم تكن معروفة وأثار اكتشافها جدلا كبيرا ويقول العلماء في وصفها أنها كيان في الفضاء يتمتع بجاذبية قوية جدا بدرجة يصعب تصورها وأنها تبتلع أي شيء يقترب منها وهي قد اكتسبت صفة السواد لأنها من فرط جاذبيتها تبتلع أشعة الضوء من حولها فتحيل كل شيء إلى سواد يقول العالمان الأمريكيان إن ثقبهما الأسود الصغير مر مخترقا الكرة الأرضية ليخرج من الجهة المقابلة في مكان ما من المحيط الأطلنطي بين آيسلندا ونيوفاونجاند هذا الرغم أن صحف ذلك الوقت الأمريكية لم تشر إلى حدوث شيء غير طبيعي في الرقعة التي أشار إليها ثم يأتي بعد ذلك دور العلماء الذين تسحرهم نظرية المادة المضادة والتي اتفنى جزيئات المادة إذا لمستها وقد قام هؤلاء بقياسات معقدة حول الإشعاع المفترض تولده عند التقاء المادة في تنغاسكا لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى حقيقة ثابتة أكيدا اللغز يبقى على حاله وتبقى بعد ذلك النظرية العالم الإنجليزي F. Wobble الذي يقول إن ما حدث في سيبيريا عام 1908 هو اصطدام أحد المذنبات بالأرض لأول مرة في التاريخ المعروف للأرض وأيضا آمن بنظرية المذنب العالمان البريطانيان جون براون من جامعة جلاسيكو وديفيدز هيوغز من جامعة شفلد وبذل جهدا شاقا في الدفاع عن النظرية في وجه المعارضين الذين ركزوا معارضتهم في سؤالين محددين إذا كان مذنبا فكيف لم يشاهده علماء الفلك في العالم قبل ارتطامه ثم كيف يكون الارتطام المذنب بالأرض شكل الانفجار النووي بالنسبة للسؤال الأول يقول آرثر كلارك الكاتب والمفكر الكبير إنه من الجائز أن يكون ذلك المذنب قد اقترب من الأرض صباحا في جانب شروق الشمس على الأرض فاستحالت رؤيته نتيجة لتوهج الشمس وهو يشير إلى سابقة معروفة في ذلك المجال وهي حالة المذنب ماركوس الذي لم يلاحظه أحد إلا بعد أن دار حول الشمس ومر متجاوزا الأرض وهو يبتعد عنها بالنسبة للسؤال الثاني المتصل بشكل الانفجار النووي يقول العالمان البريطانيان إن مظهر الانفجار النووي يحدث بشكل طبيعي متكرر وهو ما نلمسه في ألسنة الوهج الشمسي ومن المعروف أن المذنب ينفجر إذا اصطدم بكتلة من الهواء متساوية في حجمها مع حجمه وأن ذلك الانفجار يشبه في طبيعته الوهج الشمسي وينتج عنه نشاط إشعاعي ملموس وليالي المضيئة التي وصفها شهود العيان في أنحاء من العالم قد تكون عائدة إلى سحب المواد المشعة مع كل هذه النظريات والجهود العلمية الشاقة التي بذلها العلماء من مختلف الجنسيات ومع كل التفسيرات التي تتابعت منذ اكتشاف الظاهرة لا يزال ما حدث في تانغاسكا عام 1908 مصدرا لحيرة العلماء فستبقى حقيقة ذلك الانفجار الهائل لغزا يحير العلماء أحجار سالسبري الهائلة لأسباب لم نتوصل إليها بعد حرص البشر القدماء في كل مكان بدفع لا يقاوم على أن يخطط أماكن عبادتهم بطرق هندسية مركبة وحتى الآن تبدو خرائب وأطلال الآثار القديمة وقد تضمنت ما يوحي بأن بناتها قد حققوا معرفة بالكون تتسم بعمق لم تصل إليه حضارتنا بعد واعتمد على طرق ووسائل لا يمكن أن نفهمها اليوم الأثار التي تشهد على هذا تمتد من غرب أوروبا إلى مصر والشرق الأدنى ومن بعدها القارة الأمريكية مما يحير الدارس ما يكتشفه من أوجه شبه قوية وكامنة بين الإنشاءات المعمارية التي تفصل بينها المسافات الكبيرة والأحجار المنتصبة العملاقة ودوائر الحلقات الحجرية الغامضة التي نجدها بكثرة في شمال غرب أوروبا تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة بالتخطيطات الغريبة والمركبة التي في صحراء نازكا في بيرو وما ذلك فقد كشفت الدراسات الضقيقة أنهما يعتبران نموذجين لأسلوب محدد في تخطيط ومسح الأراضي وأن وراء كل من الظاهرتين تصميما لا يمكن فهمه على رسم الخطوط الطويلة المستقيمة على الأرض ودليلا على عشق الهندسة والفلك القوي الذي أبداه بنات الأحجار العملاقة شمال غرب أوروبا كما يتجلى في الطريقة المحكمة التي شيد بها مهندس مصر القديمة أرمهم الأكبر لكي يصلح كمرصد ومعمل تجربي مركزي للعمليات الحسابية المعقدة الصورة الشائعة للإنسان الأول التي تصوره همجيا فضا قليل الذكاء نسختها طريقة التأريخ باستخدام اختبارات الكربون التي تحدد عمر أي أثر أو حجر لقد ثبت أن الإنسان الأول كان قادرا على تحقيق إنجازات عقلانية مدهشة وهذا تثبته أعجوبة الأحجار الهائلة الحجم ذات التكوينات الهندسية المركبة والتي تنتشر على الساحل الأطلنطي من إنجلترا وأوروبا في سهول سالس باري وقبل ساعة كاملة من طلوع الشمس في ذلك اليوم الذي ينتصف فيه الصيف تظهر بشكل واضح على خلفية السماء التي يضيئها أول شعاع للشمس تلك الأحجار العملاقة والمدفن المحيط بها والتي ترجع إلى ما قبل التاريخ عقيدة الماء والنار بين ظلال هذه الأحجار يتحرك الدرديون المعاصرون بأرديتهم وأخطية رؤوسهم البيضاء لقد بدأت تقوص عقيدة الماء والنار السنوية التي يحتفلون فيها بأطول نهار في السنة داخل الدائرة نفسها تقف قلة من المحظوظين الذين استطاعوا الحصول على تصريحات رسمية من رجال الصحافة والمصورين وبعض أبناء الريف القريب من أميس باري وفي الخارج خلف أسوار الأسلاك الشائكة يقف جمع صغير المشهد الذي جاء هؤلاء جميعاً لمشاهدته يبدأ بعد الخامسة فجراً بعدة دقائق عندما ترسل الشمس أول أشعاتها فوق الأفق إنها بداية الاحتفال الذي وضع دقائق تفاصيله أولئك الذين شيدوا هذه الأحجار العملاقة منذ أربعة ألاف سنة في هذا الوقت فقط من يوم انتصاف الصيف يمكن للوقف في مركز الدائرة الحجرية أن يرى أول إشعاع للشمس يشرق ماراً بحفة الحجر الذي يبعد عن الدائرة مقدار 37 متراً والذي يطلق عليه اسم حجر الكعب عندما تشرق أشعة الشمس الأولى تصل احتفالات الدورديون إلى ذروتها فتتعالى صيحاتهم أشرق أياتها الشمس وبددي ظلمة الليل بأشعة ضوئك المجيد نفس طقوس الدورديين القدماء لكن يبقى سر الأحجار الهائلة غامضاً لسبب بسيط فهذه الأحجار قد شيدت قبل ظهور الديانة الدوردية بإنجلترا ليس هناك أدنى شك في وجود الدورديين في بريطانيا قبل الغزو الروماني فقد وصفهم يوليوس قيصر باعتبارهم رجالاً على علم عظيم يعرفون حركات النجوم ويستطيعون تقدير حجم الكون والكرة الأرضية إلا أن معظم أنشطتهم كانت أقل تحضر من أمثلة ذلك الطقوس التي كانت تتضمن تضحيات بشرية لقد كانوا يستخدمون لذلك هيكلاً آدمياً عملاقاً أطرف هذا الهيكل وجزعه عبارة عن شبكة من نسيج الأخصان يجري وضع البشر الأحياء داخله ثم يشعرون فيه النار فيموت البشر وسط ألسنة الهب على أي حال لم يستطع علماء التاريخ والأثار أن يعثروا على دليل قوي يربط بين أتباع الديانة الدوردية وحلقات الحجار الهائلة لقد قرأ الدورديون الجدد ما قاله يوليوس قيصر عن القدماء وبلا سند ربطوا بينهم وبين تلك الأحجار والحق أننا لا نعرف شيئاً عن هذه الأثار لأن الذين شيدوها لم يكونوا يعرفون الكتابة كما لم نعرف سر اختيار سهل سالس باري كما كان لإقامتها ولا سر عدم اعتمادهم على الأحجار المحلية وتكلفهم مشاق جلب أحجار أخرى من جنوب غربي ويلز على بعد حوالي 350 كيلو متر لغز حير العلماء هذه الأحجار ليست فريدة في نوعها فمن السهل أن نجد آلاف دوائر الأحجار الأخرى التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ على امتداد الجزر البريطانية وشمال فرنسا ويرجح العلماء أن إقامة تلك الأحجار تمت ما بين عامي 3250 و 1500 قبل الميلاد والسر في بقاء دوائر الأحجار الباقية أنها أقيمت في مناطق تعتبر اليوم مهجورة لا يكاد يسكنها أحد والأرجح أن آلاف أخرى من الدوائر الحجرية قد اختفت بالكامل بفعل الزمن أو لتحطيمها عمدا هذه الظاهرة ما زالت لغزا مستغلقا أمام علماء الآثار القديمة في كثير من جوانبه قطر تلك الحلقات الحجرية يتراوح تراوحا كبيرا أصغرها في كيروس بكونتي كورك لا يتجاوز متران و 57 سانتي ومن أكبرها الحلقة التي تحيط بقرية كاملة في أفبوري بوالشاير وأحجار هذه الحلقة تكشف عن ذلك الجهد الذي لا يصدق الذي بذل في إقامة تلك الحلقة الواسعة والتي تغطي ما يزيد مساحته عن 11 كيلو متر ويضعف من ذلك الجهد اعتماد القدماء على أدوات حفر بدائية مصنوعة من قرون الغسل حتى نتصور طبيعة ذلك الجهد يجب أن ندخل في اعتبارنا أن الأمر كان يتطلب نقل أحجار يصل وزن الواحد منها إلى 60 طنا لمسافة تصل إلى عدة كيلو مترات ربما تم ذلك باستخدام زحافات خشبية تشدها إلى بعضها حبال جلدية وقبل أن تتحرك الزحافات كان لابد من التمهيد لذلك بإزالة مئات الأشجار لإفساح الطريق في منطقة الغابات تلك لم يعثر علماء الأثار على شيء يساعدهم في تفسير تلك الحلقات الحجرية الأستاذ ريتشارد أت كونسون من كلية يونيفيرسيتي في كارديف والذي بدأ حفرياته في خمسينيات القرن الماضي يقول علينا قبول حقيقة أن هناك مساحات واسعة من الماضي لا يمكن أن نعرف ما نريد أن نعرفه عنها ومن أنثلة تلك الحلقات الحجرية التي تعتبر من الآثار العظيمة التي لا تمدنا بما يفيدنا من معلومات لا نجد فيها ما يشير إلى الحياة في العصر الذي بنيت فيه كما لا نجد فيها ما يمكن أن يقودنا إلى فكرة واضحة عن السر في إقامتها كل ما أمكن العثور عليه في مناطق الأحجار الضخمة كان عبارة عن أدوات الحفري من قرون الوعل لعمل الثقوب في الأحجار وقطع حجر الصوان وبعض الفؤوس وأجزاء من الفخار تنتمي إلى مختلف المراحل التاريخية وبعض الدبابيس المصنوعة من العظم بالإضافة إلى بعض الهياكل العظمية المعتاد وجودها في تلك الأماكن أهم ما توصل إليه العلماء هو أنه إذا كانت هذه التشكيلات الحجرية تنطوي على قوة خفية غامضة فإنها تستمد قوتها من النسق الفلكي الدقيق الذي كانت تقام بمقتضأه الكاتب البريطاني جون مايكل المتخصص في الآثار القديمة كتب عن تطور تاريخ ما يسمى بعلم الآثار الفلكية قائلا إن ذلك العلم تغيرت النظرة إليه من اعتباره محض جنون إلى اعتباره كفرا إلى النظر إليه كمجموعة من الملاحظات والأفكار المثيرة حتى وصل إلى بدايات الاعتراف الأكاديمي الكامل وعن تطبيق ذلك العلم على الحلقات الحجرية يقول الفكرة لا تبدو ضارة بالمرة لكنها حافلة بالإثارة فهي تثير بعض التساؤلات حول كيفية بناء هذه الأحجار العملاقة منذ أربعة آلاف سنة وحول ما تتضمنه من معارف فلكية وهي تقتضي إعادة النظر فيما استقر من معارف حول طبيعة تطور الحضارات الأخذ بنظرية علم الآثار الفلكي في هذا المجال لقي مقاومة في الأوساط العلمية باعتبار أن الاعتراف بوصول إنسان العصر الحجري الحديث إلى معارف فلكية تفوق ما وصل إليه أبناء القرون الوسطى يهز إيماننا بإنجازاتنا العلمية المعاصرة اتجاهات الهرم الأكبر لقد عرف علماء الآثار منذ زمن أن حلقات الأحجار وغيرها من المعابد القديمة تم تشهيدها بطريقة تسمح لها بمواجهة شروق الشمس في بعض الأيام ذات الدلالة غير أنهم لم ينتبهوا إلى عبادة الشمس إلا في نهاية القرن التاسع عشر ولم تحظى هذه الرؤية بالانتباه الأكبر إلا بعد تأسيس المجلة العلمية نيتشر عام 1901 على يد سير نورمان لوكيير زميل الجمعية الملكية ومدير معمل علوم الطبيعة الشمسية فبعد أن أثبت لوكيير الاتجاهات بين الهرم الأكبر في الجيزة وبين حركة الشمس انتقل باهتمامه إلى ظاهرة الأحجار العملاقة بعد خمس سنوات من الدراسة الجادة نشر كتابا أثبت فيه أن العديد من الحلقات الحجرية لا ترتبط فقط بحركة الشمس ولكنها ترتبط في نفس الوقت بحركة النجوم ورام أنه من السهل حاليا مراجعة الكثير من أراء كتاب لوكيير إلا أنه بكتابه هذا فتح الطريق أمام نظرة جديدة لمجتمعات ما قبل التاريخ ومن بين العلماء الذين واصلوا البحث في هذه الظاهرة أدميرال بايل سامرفيل وقدته دراسته الطويلة إلى أنه في كل حالة من حالات الأحجار الهائلة يوجد تطابق دقيق في علاقات مجموعة الأحجار مما يوحي بوجود وحدة قياس مشتركة تم الالتزام بها في كل مجموعة من المجموعات ومن بين الذين وقعوا في أسر الحلقات الحجرية دكتور أليكساندر ثوم أستاذ العلوم الهندسية المرموق في جامعة أوكسفورد فانشغل بالموضوع ما بين عامي 1945 و1961 في أعقاب رحلة قام بها في الثلاثينيات في شمال سكتلندا في عام 1976 ألقى دكتور ثوم قنبلته العلمية من خلال كتابه مواقع الأحجار العملاقة في بيرتاني والذي كان حصيلة مسح ما يزيد على 600 موقع وتوصل من هذا إلى أن جميع الدوائر رغم ما قد تبدو عليه من انتظام دقيق في مواقعها جرى وضعها بتصميم هندسي دقيق وفقا لمعارف فلكية على درجة عالية من الدقة اكتشفوا انحراف القمر لقد اكتشف دكتور ثوم وحدة القياس الخاصة التي يجب أن تستخدم في رصد الأحجار الضخمة وقيمتها 62.9 من العشر سنتيمتر 2.72 من المئة قدم وفقا لهذه الوحدة لم ينجح القدماء فقط في تخطيط دوائرهم بل استطاعوا رسم القطع الناقص والدوائر الممطوطة أو المضغوطة بشكل منتظم وأثبت اعتمادهم على معارف هندسية خاصة بهم تتضمن معرفة بخصائص المثلث قائم الزاوية الذي نسبت إلى فيثاغورس بعد ذلك بألف سنة كما أن حساباتهم توحي بأنهم عرفوا النسبية التقريبية طاء أي العلاقة بين محيط الدائر وقطرها والتي ظهر الحديث عنها في كتابات علماء الهند بعد ذلك بألفي سنة من هذا استخلص دكتور ثوم أن بنات تلك الأحجار العملاقة كانوا من علماء الرياضة بكل ما تعنيه الكلمة ربما قبل أن يمارسها بشر آخر على الأرض هذه الفكرة في حد ذاتها أثارت حفيظة علماء الأثار التقليديين لقد كانت في جعبته مفاجآت أخرى لقد أثبت دكتور ثوم أن بنات الأحجار الضخمة بالإضافة إلى معارفهم الهندسية أصحاب معارف فلكية خاصة على درجة عالية من الدقة استطاعوا أن يجعلوا من حلقاتهم الحجرية مراصد فلكية على درجة عالية من الدقة لا تفيد فقط في التعرف على الحقائق الفلكية البسيطة مثل تحديد منتصف الصيف أو الشتاء بل تفيد في رصد الحركات الدقيقة للنجوم كما أثبت أن بنات تلك الأحجار توصل إلى كشف ظاهرة دقيقة تتصل بحركة القمر وتنتج على مداره البيضي غير مكتمل الاستدارة وهي ظاهرة تتكرر كل 18.6 من العشر سنة وهو يعتقد أن مثل هذا الكشف لابد أنه اقتضى منه جهد أجيال من الدراسة العلمية المتراكمة في كتاب ضوء القمر فوق حلقات الأحجار العملاقة يتحدث الأستاذ ريتشارد أتكنسون عن الأثر الذي تركته كتابات دكتور ثوم بالنسبة للنظريات المستقرة عن نموذج الحياة في أوروبا ما قبل التاريخ وكيف أن تلك الكتابات قد أحدثت ارتباكا في النظريات التي كانت شائعة طوال القرن العشرين ويضيف أن هذه النظريات نتيجة لذلك بدأت تهتز وهو يقول وفق حقائق النموذج السائد في فهم الحضارات يكاد يكون من المستحيل أن يتمكن بعض البرابرة في أقصى شمال غرب أطراف القارة الأوروبية أن يتعامل مع ذلك المستوى من المعارف الرياضية الذي لا يمكن أن يوصف بأنه أقل من معارف المصريين القدماء في نفس الوقت ومعارف أهل حضارة ما بين النهرين في زمن لاحق شعاع منتصف الشتاء في كتابهما العالم الغامض يقول سيمان ويلفر وجون فيرلي أبسط وأكثر الأدلة إبهارا في إثبات أن الإنسان ما قبل التاريخ قد درس واكتشف حركة الأجسام السماوية لا تستمد أساسا من الدوائر الحجرية بل من المقبرتين الرائعتين في آيلندا ومينلاند المقبرة الإيرلندية والتي يطلق عليها نيوجوانغ تيمولوس تقع على نهر بوين ومنذ أعيد ترميمها رأى فيها الجميع إحدى عجائب التاريخ القديم المعماري ورغم أنها لا تعظى بشهرة خارج آيلندا إلا أنها تنفرد بدلالة خاصة فهي أقدم المباني التي ما زالت قائمة في العالم اكتشفت هذه المقبرة بالصدفة عام 1699 وأصبحت من المشاهد السياحية المعروفة والتي يقبل عليها السائحون وعندما أوكل أمر الإشراف على ترميمها للعالم الأثري مايكل أوكلي في ستينيات القرن الماضي لم يندهش لعدم عثوره سوى على عدد محدود من العظام نتيجة لتردد السائحين على مدى قرنين من الزمان ومع ذلك فقد بقي له ذلك السر الذي أتيح له أن يكشفه عندما أزال الحشائش والأتربة من حول وفوق جسم المقبرة فوجئ بوجود فتحة مستطيلة أعلى المقبرة كانت نصف مغلقة بكتلة مربعة من صخر الكوارتز البلاوري وقد اكتشف أوكلي عليها عدة خدوش فاستنتج أنها كانت ترفع وتعاد إلى الفتحة بشكل متكرر لغرض ما لقد كانت أصغر من أن تتخذ مدخلا لمقبرة ما هو سرها إذن؟ ثم تذكر الأساطير التي كانت تربط بين الآثار القديمة وبين الوظائف الفلكية وبدأ البحث في ذلك الاتجاه آخيرا اكتشف أنها قد أحدثت لتحديث يوم منتصف الشتاء وأجرى أوكلي حساباته الفلكية ليجد أنها تساند فكرته وهكذا دخل أوكلي إلى المقبرة فجر يوم منتصف الشتاء في ديسمبر من عام 1967 ووقف ينتظر الذي سيحدث عندما ترسل الشمس أول شعاع لها فكانت المفاجأة الدراماتيكية التي يحكي عنها كما يلي لقد ذهلت بالفعل بدأ دخول الضوء إلى عمق المقبرة مع ظهور أول شعاع للشمس عند الأفق كان شعاع الشمس في بداية الأمر رفيعا في سنك القلم الرصاص ثم تحول إلى حزمة ضوء أخاذة في الانتشار حتى بلغ قطرها حوالي 15 سنتيمتر كان ضوء في عمق المقبرة قويا إلى حد أنني استغنيت عن ضوء المصباح الذي كان معي واستطعت أن أتبين طريقي وسط الأحجار داخل المقبرة وبلغ من قوة الضوء أن استطعت رؤية السقف الذي يرتفع حوالي 6 أمتار توقعت أن أسمع صوتا وأن أشعر بيد باردة تستقر على كتفي لكني لم أصادف سوى السكون المطلق وبعد دخائق معدودة ضاقت حزمة الضوء وما إن ارتفعت الشمس قليلا عن الأفق حتى انحرفت أشعاتها عن الفتحة وعاد الظلام ليسود المقبرة قاعدة سفن فضائية مع كل هذا فالنظرية التي تقول بوظيفة فلكية لهذه المقابر والأحجار العملاقة لا تقدم التفسير الكامل لهذه الظاهرة فبعض الدوائر الحجرية لا يخطع ترتيبها لأي منطق فلكي كما أن بعض العلماء يدين التفسير الفلكي لأنه يعتمد على العمليات الحسابية والإحصائية أكثر مما يعتمد على الأسانيد المادية المتحققة في الطبيعة بالإضافة إلى أن أغلب الدوائر الحجرية قد تغير تكوينها الأصلي على مدار الزمن وهناك نظريات غريبة أخرى في تفسير ظاهرة دوائر الأحجار العملاقة باعتبارها حلبة للسباق خيل أو لمصارعة ثيران أو نصبا لتكريم شهداء الحرب أو قاعدة لهبوط سفن الفضاء من الكواكب البعيدة بينما يأخذ القليل من الاهتمام هذه التفسيرات مأخذ الجد فهناك نظرية حظيت باهتمام الكثيرين تقول إن هذه الأحجار بأحجامها وبترتيبها الخاص تهدف إلى استقطاب ونقل الطاقة من الشمس إلى الأرض وأنها قد أقيمت في الأماكن التي يمكن استمداد الطاقة منها وقد ربطوا بين نظرياتهم وبينما زعمه القدماء من أن الأحجار بها طاقة سحرية تساعد على الشفاء وهو ما أورده مؤرخ القرن الثاني عشر تحمس لهذه النظرية عدد من العلماء والباحثين فقاموا بأبحاث مطولة عام 1979 على دوائر الأحجار العملاقة في ريف أوكسفورد شاير واختاروا لبحثهم الإسم الرمزي مشروع التنين وجاء في تقاريرهم أنهم سجلوا نبضات فوق صوتية تصدر عن تلك الأحجار وقت الفجر أما دكتور أوبري بوريل العالم الآثري وصاحب المرجع الجادي في موضوع الدوائر الحجرية فيميل إلى القول بأن هذه الدوائر لم تكن أكثر من كنائس وكاتدرائيات مارس فيها أهل العصر الحجري تقوصهم وشعائرهم الدينية أي أن كان الهدف من إقامة هذه الأحجار الهائلة فإن مجرد وجودها ما زال يثير الكثير من التساؤلات حول مصدر العلوم والمعارف التي أتاحت لأبناء العصر الحجري أن ينقلوا تلك الأحجار وينصبوها قائمة في ترتيب الهندسي يقوم على معارف فلكية دقيقة ثم كيف أتيح لهذه المعارف أن تنتقل من جيل إلى جيل بين من لم يعرف الكتابة أو التدوين في هذا يقول دكتور بورل سيظل السر دائما مغلقا لأن علم الآثار القديمة لا يستطيع أن يصل إلا إلى بعض بقايا الماضي نحن نتعامل مع قطع من الفخار المكسور بعض بقايا العظام البشرية إنها جميعا أدلة صامتة لا تتيح لنا أن نلاحظ أهل ذلك الزمان يرقصون أو نسمعهم ينشدون إننا لن نتقدم سوى خطوات قليلة في ذلك الظلام الدامس شانغري لا جنة التبت هل تذكرون قصة الأفق المفقود التي كتبها جيمس هالتون عام 1933 والتي كانت مقررة على المدارس الثانوية كانت القصة عن طيارين سقطت طائرتهما وظل طريقهما في جبال الهاملايا ثم عثر على مجتمع كامل من البشر مقطوع الصلة بالعالم لا يعرف الفساد الذي يتصعد في الحياة المدنية للبشر نوع من اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة على الفور استولى الموضوع على خيال البشر بأكثر مما فعلت أي رواية في القرن العشرين لقد استهوى القراء ذلك الوصفة لمجتمع منعزل حيث قادت العزلة إلى إيقاف عجلة الزمن وإلى جعل الحياة طمضي وفقا للحكمة المتجمعة من الفنون والعلوم القديمة وعاشق القراء حياة أبناء ذلك المجتمع الذين يعيشون في سلام وانسجام وتعلق بقول أحد الأتباع ليس لدينا حدود جامدة أو قوانين محبطة نحن نفعل ما نعتقد أنه الأنسب وفي هذا نستهدي قليلا بالماضي ولكن بشكل أكبر نستنير بحكمة الحاضر وبرؤية بصيرتنا للمستقبل ورغم أن هيلتون لم يكن أول من كتب واصفا مدينة فاضلة تضم مجتمعا معزولا عن فساد الحضارة المعاصرة فقد سبقه إلى ذلك الكثير من فلاسفة اليونان والمفكرين المسلمين والروائيين في مختلف أنحاء العالم ومع ذلك فقد استجاب الناس لقصته لأن مدينته الفاضلة شانغري لا جسادة الصلة التي اشتاقوا إليها وأن تكون الرابط بين حياة الغرب المادية التي لا يرضون عنها وبين الحكمة الغامضة للشرق وما زال الكثيرون يعتقدون أن هيلتون أقام قصته على تقاليد الشرق الأقصى لأنه في مكان ما هناك يوجد في الحقيقة مجتمع شبيه بذلك الذي وصفه ومضوا إلى القول بأن تلك الجنة الخفية لابد أن تقع ما بين التبت ومنغوليا وفقا للأسطورة يطلق على ذلك المكان اسم تشانغ شامبالا والتي تعني المكان الشمالي الذي يسوده الهدوء وكتابات البوذيين الأوائل تصف ذلك المكان بأنه مصدر نظام من الحكمة المواكبة يطلق عليه كالا تشاكارا وقد أورد أندرو توماس في كتابه شامبالا العديد من العقائد المناظرة في الهند والصين وروسيا والتيبت هناك عقيدة قديمة واسعة الانتشار في الشرق الأقصى تؤمن بوجود حجد من البشر المستنيرين يعيشون في عزلة عن العالم في مكان لا يمكن الوصول إليه في آسيا مؤرخو وفلاسفة اليونان وروما القديمتين ذكروا مثل هذه التقاليد في كتاباتهم وقد عرف عن فيثاغورس العظيم أنه ارتحل إلى هندوستان مثال ذلك ما يوجد في الصين في منطقة معزولة بآسيا الوسطى التي تحطها جبال كونلون حيث ولد كل من نو وكاوا وهما المناظران الشرقيان لآدم وحواء هذه الجبال كانت دائما مسرحا للعديد من الأساطير في تاريخ الصين حول واد للخالدين الذين يعيشون في سلام وانسجام وفي روسيا جرت في القرن السابع عشر محاكمة مجموعة تؤمن بدين قديم يرددون حكايات حول جنة شرقية يطلق عليها بيلوفودي ذلك الوادي المفقود بين قمم جبال التاي وبعض الجماعات الهندية تؤمن بوجود منطقة في شمال جبال الهاملايا يطلق عليها كالابا حيث يقيم الآدميون الكاملون والمفترض أن شامبالا ذاتها في التبت أو في شمالها حيث سمع الكثير من الرحالة تقاليد الرجال المقدسين في وسط الجبال العالية يوجد واد غير متوقع معزول العديد من الانبيع الساخنة تغذي الخضر العديدة وتوجد فيه العديد من النباتات والأعشاب الطبية التي تزدهر على التربة البركانية غير العادية ثقافة بدوية من الواضح وجود شيء من الأهمية الروحية الكبيرة في تلك الأماكن الواسعة التي يرجع تاريخها إلى الأزمان القديمة جدا تكمن الصعوبة في الوصول إلى الإجابة السليمة هل هي مواقع فعلية أم هي مجرد أساطير؟ التبت ومنغوليا تعتبران معا من الأماكن التي يصعب الوصول إليها والتي أفرزت حضارة بدوية روحية التبت بصفة خاصة أشبه بجزيرة وسط قارة آسيا وهي من حيث المساحة أكبر من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة إنها عبارة عن سهول بلا أشجار موحشة وباردة وجافة تحيط بها سلاسل الجبال وحتى اندماجها في الصين عاش التبتيون في عزلة عن العالم الخارجي التقص الخاص الذي يميز منطقتهم جعل أهل التبت من البدو الخشنين الجسورين غير الماديين المستعدين دائما للنزوح إلى الأرض الأكثر خصوبة العديد من علماء الأديان قد لفتوا الانتباه إلى حقيقة أن العديد من أديان العالم وعقائده الكبرى تكونت في ظل شروط حياة قاسية متقشفة وفي كتابه عن دين التبت كتبت شارلس بيل يقول اليهودية والمسيحية والإسلام يمكن اقتفاء نموها شديد الوضوح في حياة الصحراء والبوذية وبالتحديد نمطها الذي تشكل في التبت ومنغوليا ازدارت بشكل متميز في السهول العظمى المترامية والتي لو لم تكن صحارة تقليدية فهي قريبة منها فالهواء الجاف البارد النقي ينشط العقل لكن العزلة عن باقي المدن والأمم تحرم أهل التبت من الموضوعات التي تغذي العقل لهذا يتجه عقل البدوي إلى الداخل معتمدا على حقائق عقيدته تساعده على ذلك رتابة الحياة التي يعيشها بتأثير هذا التقص استطاع أفراد طبقة اللاماء وأصحاب القدرات الخاصة أن يحققوا تحكما غير عادي في أجسادهم العديد من الرحلات الاستكشافية التي مسعت تلك المناطق شهدت الكثيرين الذين يعيشون وسط الثلوج لا يضعون على أجسامهم سوى غلالة رقيقة بل وقد رجح العلماء أن يكون لدى أهل تلك المناطق القدر على التحكم في الجاذبية والتحلل منها جزئيا بطريقة تسمح بالاندفاع في قفزات عالية متتابعة أشبه بالطيران في الفضاء أليكسندر ديفيد نيل المستكشفة التي أمضت 14 سنة في التبت في بدايات القرن العشرين والتي تعلمت القراءة والحديث بجميع اللهجات المحلية والتي أصبحت بوذية مكتسبة ثقة أعلى مراتب اللاماء قد تحدثت عن معاينتها لمثل هذه القدرات الخارقة في نفس الوقت ووفقا لما قالها أستاذها في الكوليج ديفرانس بباريس ظلت منتمية للغرب من أتباع ديكارت تمارس التشكك الفلسفي الذي يجب أن يكون السبيل الدائما للعالم الملاحظة رواياتها عن هذه الظواهر تفيد كيف أنها لاحظت على بعد أمامنا بقعة سوداء متحركة اكتشفت بالمنظار المعظم أنها تمثل رجلا وتواصل قائلا إنه كان يتحرك بسرعة غير عادية ومع استمرار اقترابه منها أصبحت سرعته العجيبة أكثر فأكثر وضوحا عندما أظهرت الرغبة في الحديث إليه وتصويره منعها زميلها التبتي قائلا يجب أن لا توقف اللاما أو تتحدث إليه فإن هذا سيقتله هؤلاء اللاما عندما يرتحلون يحضر عليهم قطع حالتهم من التأمل العميق فالقوة الخارقة التي بداخنهم ستوقف تعويذتهم السحرية وعندما تفارقهم تلك التعويذة قبل موعدها المناسب تقذف بهم إلى الأرض ليفقدوا حياتهم ولكن بقي لها أن تراقبه عن قرب في اندفاعه القافز كنت قادرة على أن أرى بوضوح وجهه الهادي الخالي من الانفعال وعينيه المفتوحتين بنظرتهم الثابتة على شيء غير مرئي يستقر أمامه في الفضاء لم يكن الرجل يجري كان كمن يرفع نفسه عن الأرض بقفزات واسعة كان وكأنه يمتلك مرونة الحركة التي تتمتع بها الكرة المطاطية مرتفعا في الفضاء كلما لمست قدمه الأرض كانت خطواته لها نفس انتظام حركة البندول كتاب أليكساندرا مع أصحاب القدرات الخاصة والسحرة في التبت هو أحد أهم كتابين عن مجتمع اللاماء والمعتقدات السائدة في حياتهم ظهر في القرن العشرين أما الكتاب الثاني فقد كان كتاب نيكولاس ريوريتش شامبالا الذي نشر عام 1930 كان المكتشفان عضوين في الجمعية الثيوصوفية التي تأسست عام 1875 على يد الوسيطة غير العادية مدام هيلينة بيتروفينا بلافاديسكي وقد دار نشاط تلك الجمعية حول عقيدتها التي تقول إن الجنس البشري عاش على أشكال عرقية مختلفة في عدد من القرات التي تعتبر الآن مفقودة من بين ذلك أطلنطا وليموريا النسخة الباسيفيكية لأطلنطا تلك القرات التي ما زال تاريخها محفوظا في الأديان والميثولوجيا وتزايد تأثير وانتشار مدرسة بلافاديسكي في أواخل القرن التاسع عشر كنقيض غير مسيحي للداروينية ورغم أن الكثير من افتراضاتها تبدو غير عاقلة في ضوء المكتسبات العلمية المعاصرة فإن رسالتها التي تدور حول وجود حكمة خالدة تبقى مقبولة وجذابة بالنسبة للكثيرين في كتابه الحكمة القديمة يتكلم جيوفري آش عن تلك المعرفة باعتبارها نظاما عريضا لحقائق القانون الكوني وطبيعة الإنسان والاستنساخ وغير ذلك من المسائل هذه المعرفة مرت في آلاف السنين الأخيرة في طور التحلل والتحريف لكن جميع الأديان والعقائد الشعبية تقوم عليها وتنقل إلينا جوانب منها وفي رأيي أن الهندوسية والبوذية هما الأقرب إليها وأن الهند والتيبت هما الدولتان اللتان لديهما الكثير مما يستحق التعلم الثيو صوفية مقتنعة بأن شامبالا هي أصل هذه المعرفة لكنها لم تكتسب شكلا ماديا ملموسا باعتبارها مجتمعا روحيا كما الجنة الموجودة في هذا العالم ولكن على بعد آخر في عام 1928 في واحدة من زياراته العديدة للتيبت سأل نيكولاس ريوريتش لاما من التبيت حول حقيقة شامبالا فكانت الإجابة التي حظي بها شامبالا العظمى بعيدة فيما وراء المحيط إنها المنطقة السماوية الرائعة وهي لا تمت بصلة لأرضنا كيف ولماذا أنتم البشر الأرضيين تبدون اهتماما بها؟ أنت لن ترى الأشعة الرائعة التي تصدر عن شامبالا إلا في بعض الأماكن التي في أقصى الشمال وبالنسبة لأليس بايلي التي كانت تحرر جريدة الجمعية الثيوسوفية كانت شامبالا المركز الحيوي في الوعي الكوكبي وقالت زميلة أخرى لها إن شامبالا هي المكان المقدس الذي يتصل عنده العالم الأرضي بأعلى مراتب الوعي حتى بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بوجود موقع حقيقي لشامبالا يوافقون على أن المكان له جوانب غامضة وسحرية تعتبر أكثر أهمية من الدقة الجغرافية جيوفري أش الذي يصر على أن جبال التاي الروسية هي المكان الذي وصفته أدابيات التبت في هذا الموضوع وهو يعتقد أن الرحال الذين يحملون خريطة تدلهم على الموقع لن يتمكنوا من ذلك ما لم يكونوا قد استعدوا لتلك الرحلة روحيا يصف أحد كهنة التبت الطريق في كتاب بعنوان الممر الأحمر إلى شامبالا محددا المدخل في دولة مانغوليا ومع ذلك فهو يقول إنه لا يمكن لأي شخص أن يذهب إلى هناك ببساطة حتى لو تم ذلك بصحبة الكهنة فالحاج يجري استدعائه أولا وإذا حاول دون استدعاء قضي عليه ومع ذلك فالطريق يمكن أن يكون تخريمة قصيرة عن طريق القدسية والقوى العقلية وسطة الكاهن السمين القصير واليوم مع ما نلمسه من غموض حول مكان شامبالا الأمر الذي يحتمل أن يبقى على حاله إذا ما أدخلنا في اعتبارنا طبيعة النظم الحاكمة في أي من المواقع المطروحة فالذي يبقى لنا مما له قيمة ما هو تعاليم اللامة والتأثيرات التي تبدو متجاوزة للطبيعة والتي لها معناها المعاصر ووفقا لما قالته الباحثة أليكساندرا ديفيد نيل سر التدرب على القدرات العقلية الخاصة كما يعتقد أهل التبت تنحصر في التدريب على قوة تركيز العقل بشكل يتجاوز حتى أولئك الحائزين على هذه القدرة كموهبة طبيعية يؤكد المعلمون في التبت أنه عن طريق هذه القدرة على تركيز العقل تنتج موجات طاقة يمكن استخدامها بطرق مختلفة ثم تعالق قائلة إن كلمة موجات من عندها هي لم ينطلق بها أحد المعلمين وإنها تستخدمها من أجل تسهيل الأمر على القارئ الغربي وهم عادة ما يتحدثون عن تيار تستطرد أليكساندرا قائلة وهم يتحدثون عن طاقة ويعتقدون أن تلك الطاقة تتبدأ كلما نشط الشخص صاحب القدرة العقلية الخاصة وممارسة القدرات الخاصة تعتمد على القوة الصادرة عن هذه الطاقة ثم تستطرد قائلة إن الاستخدام المركز لهذه الطاقة يمكن أن يحدث الكثير من المعجزات يمكن أن نجعل الأشياء غير المرئية كما يمكن أن نتيح للأشباح أن تكون مرئية على شكل رجال أو حيوانات أو أجسام جامدة وتقول إنها كانت في أول الأمر متشككة في مثل هذه القدرات إلى أن أصبحت قادرة من خلال عدة تجارب أن تتحكم في تلك القدرة الخارقة تقول أليكساندرا دافلنال ولكي أتجنب التأثر بأشكال آلهة اللاماة التي أصبحت أراها حولي في اللوحات والصور اخترت لتجارب شخصية غاية في التمييز كاهن قصير وسمين من الطراز الذي تبدو عليه البراءة وحب المرح يقول فرانسيس هيتشينغ مؤلف كتاب أطلس عالم الأسرار إن قيامه بتقديم ذلك الكتاب استهدف أملا كبيرا يتمنى تحققه وهو أن تحتضن علوم القرن الحادي والعشرين هذه الظواهر وما توصل إليه علماء القرن العشرين وأن يحاولوا إعادة استكشاف ما تم استكشافه إلى أن يقول من الممكن أن تكون هناك بعض الأماكن التي نبحث فيها عن معالم شامبالا ونتعمق في أدبياتها وأن نطور ما توصلنا إليه من حكمتها والتي تكاملت قبل أن تبدأ الحضارة الحديثة لغز الرسوم العملاقة وخطوط نازجة الغامضة ذات يوم حار من صيف 1932 كان الطيار المدني جورج بالمر ينضي الوقت في الطيران بين لاس فيغاس بولايات نيفادا وبلايف في ولاية كاليفورنيا عندما اقترب بطائرته من مدينة بلايف المجاورة لمدينة لوس أنجلوس متطلعا إلى الصحراء التي تمتد تحته والتي يرتفع عنها بحوالي 1500 متر باحثا عن الأماكن التي تصلح للهبوط الاضطراري فجأة وهو يقترب من نهر كولورادو المتعرج على بعد 29 كيلومتر من وجهته وقع بصره على رسم عملاق لإنسان يتمدد على الأرض فأغمض عينيه وفتحهما متشككا فيما رأى بالمر رأى الرسم في لمحة خاطفة وكان يدرك ما يمكن أن يحدث للطيار من خداع بصر نتيجة لشمس الصحراء المتوهجة وهو أمر يحدث لأكثر الطيارين خبرة لهذا فقد عاد ثانية وقام بدورة جديدة عبر الجرف الحجري بالقرب من حافة النار ومرة ثانية عاد ليرى الرسم العملاق منقوشا على الحجر وسط صفحة الصحراء كان تقدير بالمر في ذلك الوقت أن طول الرسم لا يزيد على 30 مترا وقبل أن يفيق الطيار من دهشته الأولى اكتشف قريبا من الرسم الأول رسما آخر عملاقا على صورة حيوان له أربعة أرجل يشبه الكلب أو الحصان بناء على وصف بالمر الذي جاء في تقريره أوفد متحف لوس أنجلوس أمين القسم التاريخي بالمتحف آرثر وادوورد للتحقق من الأمر وعندما وصل إلى الغضبة اكتشف ثلاث مجموعات من الرسوم العملاقة بالقرب من بلايث وقد ظهر تحمسه للاكتشاف من التقرير الذي رفعه إلى إدارة المتحف والذي جاء فيه الرسم الأول الذي زرته يتكون من ثلاثية رجل يستلقي على ظهره باسطا ذراعيه وساقيه داخل دائرة يبدو أنها كانت تستخدم كحلبة للرقص ثم حيوان طويل الساقين والذيل ثم حزم من الخطوط الدائرية الثعبانية ربما تمثل أحد الزواحف طول الرجل من رأسه إلى قدميه ثمانية وعشرين متر ونصف والحلقة قطرها اثنين وأربعين متر والحيوان يبلغ طوله من طرف الأنف وحتى نهاية الزيل احدى عشر متر أما قطر حزمة الخطوط الثعبانية فيبلغ ثلاثة ونصف المتر ثم يأتي واد وورد في تقريره على ذكر الهضبة الثانية التي لم يجد بها سوى رسم رجل واحد طوله ثلاثين متر والهضبة الثانية كانت بها ثلاثة أشكال كالأولى أغرب ما في هذه الرسوم أن أحدا لم يذكر عنها شيئا من قبل رغم أن المنطقة كانت مطروقة من الناس ولعل السر في هذا أن الرسوم كانت كبيرة بدرجة لا يمكن معها أن يحيطها الإنسان ببصره وهو واقف على الأرض فمعالمها لا تتضح إلا على ارتفاع معقول وعلى بعد خمسة ألاف وأربعمائة كيلومتر جنوبا اكتشف الطيارون لغزا شبيها محيرة حدث ذلك عندما بدأت خطوط الطيران الداخلية رحلتها في أنحاء بيرو حيث اكتشف الركاب وأطقم الطائرات أن الصحراء بين وادي إيكا ووادي نازكا على بعد ثلاثمائة وعشرين كيلومتر جنوب ليما زاخرة بالأشكال والرسوم العملاقة أشكال هندسية ورسوم طيور وحشرات وحيوانات والأشد غرابة من ضخامة حجم تلك الرسوم أن بعض الخطوط كانت تمتد على استقامة كاملة لمسافة كيلومترات عبر الهضاب والجبال كان هناك أيضا بعض الخطوط الأخرى التي تصنع أشكال هندسية مغلقة تشبه ممرات هبوط الطائرات وكان كل هذا مرسوما حتى لا يرى إلا من السماء في أعقاب هذه الاكتشافات بدأ علماء الأثار في الثلاثينيات من القرن الماضي يطرحون تساؤلاتهم من الذي قام بهذه الرسوم؟ وماذا تمثل؟ وماذا كان الهدف منها؟ وكالعادة يبدو من السهل طرح الأسئلة لكن الصعوبات تنشأ عند محاولة الإجابة عنها مع العلم بأن علماء الأثار في بريطانيا كانوا يواجهون نفس المشكلة دون الوصول إلى نتيجة طوال مئتي سنة فعلى سفوح جبال وتلال خضراء في إنجلترا يوجد على الأقل خمسون شكلا والطريقة التي رسمت بها تلك الأشكال بسيطة للغاية فتحت الطبقة العليا من التربة مباشرة توجد طبقة من الحجر الجيري الطباشيري الأبيض ومن السهل إظهار الطبقة البيضاء بعد إزالة التربة بمعوة بسيط والمناطق الغريبة من الجزيرة البريطانية هي أنسب مكان لعمل تلك الرسوم حيث يكثر الحجر الطباشيري كما أن جوانب التلال حادة وشبه رأسية بحيث يمكن رؤية تلك الرسوم من مسافات بعيدة وفي ويلرشاير وحدها توجد سبعة خيول بيضاء وعلى الأقل ستة شعارات عسكرية بالإضافة إلى طائر كيوا وحيوان باندا وعلى عكس الأمر في حالة الرسوم العملاقة التي في جنوب كاليفورنيا وخطوط نازكا في بيرو فإن أصل رسوم إنجلترا في معظمها معروف كما نعرف الكثير عن الهدف من رسمها فالشعارات العسكرية القريبة من سالس باري حفرها الجنود الذين كانوا يعسكرون بالقرب من ذلك المكان خلال الحرب العالمية الأولى ومعظم الخيول المنقوشة تعتبر حديثة نسبيا فحصان نيوبوزي في ويلشاير تم رسمه بمناسبة احتفالات التتويج عام 1937 وحصان كيلبورن في يوركشاير رسمه بقال من لندن اسمه توماس تيلر بمناسبة عودته إلى مصقة رأسه عام 1857 إلا أن الغموض الذي يحيط برسوم القارة الأمريكية ينسحب أيضا على أربعة أشكال من رسوم الجبال في بريطانيا عملاقين بشريين وحصان أبيض وآخر أحمر لغز أفينغتون الحصان الأبيض موجود في نطاق قرية أفينغتون في بيرشاير ويعتبر من العلامات المميزة للمنطقة إلى حد إطلاق اسميواد الحصان الأبيض عليها معظم الخيول البريطانية البيضاء مستوحات من ذلك الحصان لكنه يختلف عنها جميعا في أنه الحصان الأصيل والقديم من بينها إن الأسلوب الذي رسم به ذلك الحصان ليس واقعيا أو طبيعيا بل يتميز بالكثير من التحوير والتحريف الفني فالأطراف رشيقة وطويلة ينفصل منها اثنان عن باقي الجسم والجسم رشيق منساب نجد أن أقدم مرجع يتحدث عن حصان أفينغتون الأبيض يعود إلى القرن الثالث عشر وهو كتاب باسم كتاب العجائب وهو من كتب السجلات الكنسية صدر عن كنيسة أفينغتون في عصر هنري الثاني جاء فيه أن أحد الرهبان ويدعى قودريك يمتلك أرضا بالقرب من المكان المعروف باسم تل الحصان الأبيض وفي زمن أقرب كتب توماس هيدغز رواية تدور أحداثها في أفينغتون وتتضمن الكثير من الأساطير الفلكلورية حول الحصان الأبيض ومع ذلك لم يستطع أي من وضعي تلك الكتب أن يكشف سر الحصان الأبيض أو يشير إلى عمره بالتحديد أو إلى السبب في حفره في ذلك المكان هناك بالطبع عدة نظريات حول حصان أفينغتون الأبيض فكتب التوبوغرافي توماس باسكوفيل في القرن السابع عشر قائلا إن الحصان تم نحته بوساطة القائد الأنجلوسكسوني هينغست قبل ذلك التاريخ باثني عشر قرنا ومن المعروف أن كلمة هينغست تعني حصانا باللغة القديمة لأهل تلك المنطقة يقول البعض الآخر إن ذلك الحصان تم بتكليف من ألفريد العظيم الذي كانت ويسكس أفينغتون مقرا لحكمه وكان يهدف منه إلى تسجيل انتصاراته على الدان عام 871 ميلادية وحديثا قال بعض علماء الأثار إنه قد يكون الرمز التقسي لعقيدة عبادة الحصان يلقي وجود ذلك الحصان بأعباء على عاتق سكان الوادي فالأحجار التباشيرية إذا لم يتم تنظيفها وإزالة ما ينمو عليها من الحشائش انطمصت معالمها وقد حارص المؤرخون ابتداء من القرن السابع عشر على تسجيل المراسم العجيبة لتنظيف الحصان ويشير أستاذ علم الآثار ستيورت بيغوت إلى رسم حصان أفينغتون الأبيض قائلا إنه يحمل شبها كبيرا في أسلوبه وتفاصيله بالحصان المرسوم على العملة المعدنية في بداية العصر الحديدي تلك العملة التي جرى سكها في بريطانيا في وقت ما من القرن الأول قبل الميلاد تقليدا لعملة فيليب المقدوني الذي كان قد مات قبل ذلك بقرنين عملاق سيرن البذيء هناك شكل آخر يثير نفس القدر من التساؤلات على جانب تل يعلو القرية الجميلة سيرن آباس في دورست ويعرف باسم عملاق سيرن وهو كحصان أفينغتون مجهول الأصل ومع ذلك فشكله يلفت الأنظار بشدة طول ذلك العملاق خمسة وخمسون مترا يمسك بيديه اليمنى أراوة غليظة طولها سبعة وثلاثون مترا وعلى عكس حصان أفينغتون تم تصويره برسم خطوطه الخارجية فقط أهم ما يميز عملاق سيرن هو ظهور عضوه التناسلي الذي يبلغ طوله تسعة أمتار ومن هنا اكتسب اسمه الشعبي رجل سيرن البذيء وقد أثار كشف عورته العديد من المحافظين حاولوا إزالة الرسم تماما باستخدام البلدوزر لكنهم لم يفلحوا في مهمتهم ومنذ وقت ليس بالطويل ظهر في الجريدة المحلية دوريسيت ماجازين خطاب من أحد سكان المنطقة يتبرع فيه بقطعة قمش ليتم بها ستر عورة العملاق كما حاول جيران الرسم العملاق أن يصنع له ورقة توت كبيرة يسترون به عورته من المعتقد أن عملاق سيرن كان يتخذ رمزا للخصوبة في واحد من العقائد القديمة ومن الغريب ما يحدث في فجر يوم الأول من مايو في كل عام عندما يشرق أول شعاعا للشمس متخذا نفس اتجاه عضو التناسل عند العملاق وأيا كانت دلالة هذه الظاهرة فقد نشأت حول العملاق مجموعة متنوعة من الأساطير والحكايات والمعتقدات من ذلك ما قيل عن أن الفتاة التي تطوف حول العملاق تحتفظ بحبيبها أو زوجها إلى الأبد وأيضا مما شاع أن العروس عليها أن تزور المارد قبل أسبوع من زفافها حتى تضمن حياة زوجية سعيدة كما أن سكان المنطقة يعتقدون أن المرأة العاقر يمكن أن تنجب إذا زارت العملاق البذيء ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أن رقصة المايبول التي يرقص فيها الرجال مع نساء حول عمود مزين بالشرائط الملونة والأزهار في عيد أول مايو هذه الرقصة تعتبر من التقاليد الراسخة بين سكان المنطقة وهي تجري في مساحة مستطيلة يطلق عليها اسم المقالة مكانها يكون على بعد أمتار من قمة التل فوق الذراع اليسرى للعملاق ومن المعروف أن حفلات السمر في أعياد مايو ترتبط دائما بموضوع الخصوبة وجهة النظر الحديثة في تفسير ظاهرة العملاق تعتمد على عامل حاسم هو تاريخ نحته في الجبل فقرية سيرن أباس تقع في منطقة تزدحم فيها بقايا القلاع والأطلال والمعسكرات القديمة وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأن تاريخ حفر العملاق يرجع إلى ما قبل التاريخ إلا أن بعض العلماء يعترضون بشدة على هذا التقدير وهم يرون أن تاريخ العملاق لا يعود إلى أبعد من القرن السابع عشر ومما يرجح الرأي الأخير عدم ورود ذكر العملاق في المراجع السابق على عام 1751 كما يستند آخرون إلى رأي آخر هو استبعاد وجود العملاق بعورته المكشوفة في منطقة سيرن التي قامت بها مؤسسات كنسية هامة في القرن السادس الميلادي هناك تفسير طريف يطرحه جون هاتشينغز مؤلف كتاب دليل دورست يقول فيه إن المظهر البذيء للعملاق يكشف عن شهوانيته والهراوة التي في يده تكشف عن رغبته في الانتقام واتجاه القدمين يحيب أنه يتهيأ للخروج من المنطقة وإن الرسم قصد به التهكم من الإقطاعي الذي كان يمتلك الأرض وهو لورد هوليس الذي ثار عليه خدمه وقتلوا ابنه وحفروا صورة ذلك المارد على جانب التل للسخرية منه هناك عملاق آخر يطلق عليه اسم إنسان والمانكتون الطويل بالقرب من إستربون شرقي ساكس وهو يشبه عملاق سنن في أنه مرسوم بتحديد الإطار الخارجي فقط سمك الخط المرسوم به ذلك الإنسان يبلغ 71 سنتيمتر أما طول الجسم فيبلغ 70.1 من العشر متر وجهه بلا التفاصيل وجسمه يبدو رياضيا وأكثر ما يلفت النظر إليه هو أنه يحمل في كل يد شيئا يصل طوله إلى 73 مترا لا يعرف العلماء شيئا عن أصل ذلك الإنسان فهو لم يرد في المراجع التي صدرت قبل عام 1799 وفي رسم تخطيطي له تم عام 1997 ظهر الرجل الطويل وفي يده اليمنى مدمة وهي أداة ذات أسنان كالمشط تستخدم في جمع العشب وتقريب التربة ويحمل في يده اليسرى من جلن كفلاح يستعد للمضي إلى حقله غير أن هذه التفاصيل لا تظهر لمن يشاهد ذلك الإنسان حاليا ولا شك أن هيئة الرجل وتفاصيل الرسمي قد تغيرت على مر السنين وخاصة بعد عملية الترميم التي أجريت عام 1874 وعندما قام المرممون بوضع إطار مستطيل الشكل من الطوب حوله لحمايته احتاج ذلك الإطار إلى سبعة آلاف قالب من الطوب من بين من تصد للبحث عن آثار المعالم المطموصة الأستاذ كي غرافيت من جمعية ساكس الأثرية واعتمد في بحثه على أجهزة تقيس مقاومة التربة للتيار الكهربائي وقد أثبتت الأجهزة وجود رسوم سابقة في نهاية كل عصة بل أثبتت وجود شيء فوق رأس الرجل ومع المزيد من البحث أمكن رسم شكل سلاح المنجل كما ظهرت أسنان المدمة ومع كل هذه الدراسات والتجارب بقي لغز الرجل الطويل بلا حل إذا كانت جهود الباحثين الإنجليز لم تكلل بالنجاح فإن حال العلماء الأمريكيين لم يكن أفضل بالنسبة للرسوم والأشكال الموجودة في بلايث بكاليفورنيا على أي حال هي لم تكتشف إلا منذ حوالي خمسين سنة فقط يقول رئيس البعثة الكشفية التي أوفدتها الجمعية الجغرافية العالم الأنثروبولوجي المتخصص في أصل الجنس البشري وتطوره وعاداته ومعتقداته فرانك سيزلار وجود الحيوانات ذات الأربع أرجل التي تشبه الخيل يمكن أن يحدد تاريخ إنجاز هذه الرسوم وجود الخيل يعني أن هذه الرسوم إما أن تكون قديمة جدا أو حديثا نسبيا وتفسير هذا اللغز أن هذا الحصان الأمريكي انقرض منذ عشرة ألاف سنة ولم يدخل الحصان مرة ثانية إلا بعد عام 1540 على يد الإسبان ونظرا للتأكل القليل في تلك الرسوم فقد مال سيزلار إلى القول بحداثة الأشكال ومن الفلوكلور الهندي عثر على أسطورة تدور حول طفلة تدعى ها آك بلغت الثالثة أو الرابعة من عمرها وبدأت بعد ذلك تلتهم باقي الأطفال حاول الهنود القدماء قتلها دون نجاح إلى أن قضى عليها الأخ الأكبر الذي يقال إن شكله كان غريبا وقد عثر سيزلار على ضريح في أريزونا فيه تصوير للطفلة ها آك المهزومة على يد الأخ الأكبر العملاق ومن ذلك استنتج سيزلار أن الرسم تم ما بين عامي 1540 و1850 ومع ذلك فلم يساند أحد آخر هذا التفسير الذي توصل إليه سيزلار خطوط نازكا المستقيمة صحراء نازكا في بيرو يوجد بها المزيد من الرسوم والأشكال والتي تتسم بالمزيد من الغموض كان أول من قام بدراسة تفصيلية لهذه الرسوم العالم الأمريكي دكتور كوسوك أستاذ الزراعة في جامعة لونغ آيلند كان قد سمع عن خطوط نازكا عام 1940 عندما كان يجري بحثا في المنطقة حول وسائل الرية القديمة وعندما شاهد الخطوط كانت دهشته كبيرة ألاف الخطوط الممتدة عبر الصحراء تعبر بعضها قمم الصخور ويمتد بعضها الآخر بنفس الاستقامة الكاملة لعدة كيلومترات عبر الجبال بالإضافة إلى الأشكال الهندسية العملاقة التي تتراوح ما بين المثلث والمستطيل وشبه المنحرف وقد تم رسم هذا كله بإزالة الطبقة العليا من أحجار الصحراء البنية الداكنة مما كشفت تربة الأكثر بياضا من تحتها بدأ كوسوك في تعاقب الخطوط على الأرض ثم حلق فوقها بالطائرة وعندها فقط أدرك الأبعاد الحقيقية للظاهرة التي تصدى لدراستها وإلى جانب الخطوط المستقيمة اكتشف رسوما على شكل طائرة أو سمكة أو قرد والغريب أن جميع هذه الرسوم كانت مرسومة بخط واحد لا ينقطع يبدأ عند نقطة معينة وينتهي عند نفس النقطة في نهاية أربعينيات القرن الماضي انضمت إلى كوسوك في عمله عالمة ألمانية متخصصة في الرياضيات والفلك هي ماريا رايخ كانت قد وصلت إلى ناسكا للبحث في أحد الاحتمالات التي قال بها كوسوك وهو أن الخطوط تتبع نسقا فلاكيا في ترتيبها كانت هذه الفكرة قد غبطت عليه عندما كان مع زوجته عصر ذات يوم فرأى الشمس تغرب عند نهاية أحد الخطوط بالضبط كان ذلك في يوم الثاني والعشرين من يوليو وهو يوم الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوب حاول كوسوك بمعونة الألمانية ماريا رايخ أن يبحث عن احتمال كون هذه الخطوط تمثل نوعا من التقويم اعتمد عليه الفلاحون القدماء في زراعة محاصيلهم غير أنه توفي في عام 1959 فوصلت ماريا العمل مكرسة حياتها لدراسة تلك الخطوط في عام 1968 وصل الأستاذ هاوكنز إلى ناسكا ليبحث احتمالات التفسير الفلكي للخطوط والأستاذ هاوكنز عالم فلكي أمريكي كان أول من استخدم الكمبيوتر في بحث أسرار دوائر الأحجار العملاقة في إنجلترا في البداية طلب هاوكنز من الكمبيوتر أن يحدد عدد الخطوط التي يمكن أن ترتبط بحركة الشمس أو القمر فكان 39 خطا من 186 خطا هي مجموعة العين التي عمل عليها ثم انتقل إلى النجوم فقام بتغذية الكمبيوتر بقوائم مواقع النجوم منذ عام 10000 قبل الميلاد وحتى وقت إجراء التجربة هنا أيضا وجد أن عدد الخطوط التي يمكن أن يحمل دلالة فلكية أقل من أن يساند النظرية التي فكر فيها كوسوك ما فعله هاوكنز هو استبعاد علمي لفكرة ارتباط الخطوط بالفلك تراها الآلهة وليس البشر فيما عاد ماريا رايخ لم يدرس خطوط نازقة دراسة علمية جد سوى المستكشف الإنجليزي ومنتج الأفلام توني موريسون الذي زار المنطقة عدة مرات منذ عام 1961 وكانت رحلاته الطويلة في جنوب أمريكا قد زودته برؤية عميقة لفلسفة وسيكولوجية تلك البلد وقد توصل إلى نظرية تفيد بأن الغرض من هذه الرسوم ديني في أساسه وقد اعتمد في هذا على الوثائق القديمة والمعلومات التي استقاها من سكان جبال الأنديس من هذين المصدرين عرف بوجود أضرحة تقليدية منتشرة على جوانب الطرق في صحراء نازقة ويطلقون على تلك الأضرحة اسمه وكأس هي لا تزيد عن أكوام من الحجارة تصل بينها طرق يطلقون عليها سيكيس تكون أحيانا مادية مرسومة وأحيانا تخيلية ويعتقد موريسون أن خطوط نازقة هي هذه الطرق أما لماذا قام القدماء برسم هذه الأشكال من الكبر كبر الحجم بحيث لا ترى إلا من الجو فيقول موريسون إنها رسمت لكي تراها الآلهة وليس البشر غير أن ماريا راي اخترى أن الإنجاز الأكبر في هذه الرسوم ليس الجهد الجسماني المبذول في رسمها ولكنه الدقة في التصميم والتنفيذ واستطاعت أن تستنبط وحدة القياس الطولية التي اعتمد عليها فوجدتها 66 من المئة من السنتيمتر وتقول إن هذه الوحدة الصغيرة ساعدتهم على دقة تنفيذ العمل وهي ترى أن سكان بيرو القدماء كان لديهم الأدوات والأجهزة التي أتاحت لهم إنجاز هذه الأعمال الضخمة أما أين هي هذه الأدوات فلم تستطع أن تقدم تفسيرا مقنعا قالت ماريا رايخ إن ما يترك أقوى انطباع هو الحجم الهائل لهذه الرسوم الأرضية مقرونا بالقدرة العالية على الاحتفاظ بكمال النسبي ودقتها أما كيف استطاعوا أن ينجزوا رسوم الحيوانات بتخطيطها الجميل ومنحناياتها الرشيقة ونسبتها المتوازنة فهذا من الأسرار التي تحتاج في تفسيرها إلى سنين هذا إذا كان من الممكن أصلا تفسيرها هل طاروا؟ في حديث ماريا عن هذه الأشكال جاء قولها ما لم يكنوا قد توصلوا إلى القدرة على الطيران هذه العبارة بالذات هي التي تصدى لبحثها وإثباتها بيل سوبورار الأمريكي المقيم في بيرو وعضو الجمعية الدولية للمستكشفين من المعروف أن الذين رسموا تلك الأشكال ينتسمون إلى حضارتين امتدت نهاية أحدهما إلى بعد نهاية الأخرى هما الباركاس والنازكا الباركاس والنازكا وقد عاش أهل الحضارتين حياة زراعية بسيطة ومع ذلك فقد حققوا إنجزين لكل دلالته الخاصة في موضوع بحثنا هما النسيج وزغرفة الأواني الفخارية الذين يعكف سوبورار على دراستهما لقد تم اختيار أربع قطع من نسيج شعبي نازكا تحت المايكروسكوب فظهر مدى ما فيه من دقة الحبك لا يرقى إليها صناع قماش مظلات الهبوط حاليا وأكثر ذا حمولا من القماش الذي تصنع منه حاليا بالونات الهواء الساخن المستخدمة في اختبارات الطقس من ناحية أخرى كانت رسوم التي على الأواني الفخارية يصور بعضها بالونات وطائرات تحلق وقد تركت خلفها ذيولا من الخطوط من هذين المنطلقين بدأ سوبورار باحتمال معرفة أبناء تلك الحضارة الزراعية بعض حقائق الطيران خلال البحث اكتشف أسطورة قديمة كانت شائعة بين شعوب الأنكا عن صبي يدعى أنتاركي ساعد شعب الأنكا في معركة من معاركه بالطيران فوق خطوط الأعداء ثم العودة لإبلاغ شعب الأنكا بمواقع قوات العدو وتفاصيل ترتيبها كما اكتشف سوبورار أن العديد من منسوجات نازكا المرسومة تظهر فيها صور رجال يطيرون هذا بالإضافة إلى ما كانت تفعله القبائل الهندية في الأماكن النائية من أمريكا الوسطى والجنوبية من إطلاق بالونات الهواء الساخن في احتفالاتهم الدينية ومن العجيب أن تجيأ أول محاولة حديثة للطيران ببالون الهواء الساخن عام 1709 في ليشبونا على يد قسيس برازيلي من أمريكا الجنوبية وأنها سبقت ب70 سنة محاولة الإخوة مونتو جولوفي في فرنسا التي يؤرخ بها للطيران بالبالون أما الدليل الأخير الذي توصل إليه سوبورار فقد عثر عليه عند نهاية بعض الخطوط المستقيمة الطويلة بصحراء نازكا وكان عبارة عن مساحات دائرية يصل قطر الواحد منها عشرة أمتار تحتوي على صخور سوداء محترقة قام بفحص هذه المحلوقات بمساعدة بعض أعضاء الجمعية الدولية للمستكشفين فاكتشفوا أنها اكتسبت اللون الأسود نتيجة لتعرضها لدرجة حرارة عالية واستنتج سبورار أن هذه الأحجار المتفحمة ربما ترجع إلى النار التي أشعلها أهل نازكا القدماء لتسخين الهواء داخل البالون قبل إطلاقه في الجو وودمان ومغامرة بالبالون أما الرجل الذي أثبت علميا قدرة هنود نازكا على الطيران وخاطر بحياته في سبيل ذلك فهو جيم وودمان الذي كان يعمل ككاتب وناشر في ميامي مغامر من الطراز القديم يتمتع بخيال في مستوى توهج حماسه كان وودمان قد أنضى الكثير من حياته في أمريكا الجنوبية وفي عام 1973 قرر أن يبحث موضوع خطوط نازكا فعندما طار فوقها بطائرة صغيرة قام بتثبيت مؤشر البوصل على أحد خطوط نازكا وتابع الطيران في ذلك الاتجاه لمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات فواجد أن الخط لم ينحرف ولو بقدر بسيط حتى عندما كانت الخطوط تمتد فوق سلسلة من الجبال من هنا اقتنع بأن أهل نازكا القدماء من الهنود الحمر لم يكن بإمكانهم رسم تلك الخطوط دون معرفة بالطيران قام وودمان بصناعة بالونه الخاص كوندورا من القماش والحبال معتمدا على نماذج النسيج التي كانت تستخدم في تكفين أجساد الموت والتي استخرجت من قبورهم أما مركبة البالون فقد صنعها من القصب أو الغاب الموجود في بحيرة تيتي كاكا على الحدود ما بين بيرو وبوليفيا في فجر يوم الثامن والعشرين من نوفمبر من عام 1975 ارتفع كوندورا في السماء الزرقاء الصافية فوق نازكا وكان وودمان يجلس في مركبته مع طيار البالونات الجسور جوليان نوت ونجحت التجربة التي أوقفها عندما بلغ ارتفاع البالون تسعين مترا اليوم تعتبر النظرية الاعتماد على البالون من أقوى النظريات المطروحة لتفسير الطريقة التي رسمت بها تلك الرسوم العملاقة خطوط نازكا ليست الرسوم العملاقة الوحيدة في أمريكا الجنوبية فعندما هبط الإسبان لأول مرة من سفنهم إلى شاطئ بيرو شهدوا شمعدانا ضخما متعدد الشعب محفورا على الجبل بحيث يمكن رؤيته من خليج بيسكو وبعد تجربة البالون سمع وودمان عن جبل في جنوب نازكا وبالتحديد في الصحراء آتاكاما بيشلي تغطيه خطوط يبرز وسطها رسم على هيئة رجل عملاق ورأى صورا غير واضحة المعالم له التقطها جنرال من السلاح الجوي الشيلي تحمس وودمان في صيف 1979 وطار فوق صحراء آتاكاما التي يقال إنها لم تستقبل نقطة ماء واحدة خلال التاريخ المدون وفي طريقه إلى تلك الصحراء عرج على الشاطئ الباسيفيكي ليرى رسوم محاربين يبلغ طول الواحد منهم 90 مترا في مواجهة البحر فوق جبل ممتلئ بالأشكال والرموز المرسومة بالأحجار تصور قوافل من حيوان اللاما وكان دور النسر الأمريكي الضخم وأشكال حلزونية ودوائر ورجلا يطير وعندما وصل وودمان آخر الأمر إلى جبل سيرا أونيكا أي الجبل الوحيد في صحراء آتاكاما شهد على سفح الجبل عملاق آتاكاما الذي يبلغ طوله 120 مترا يضع طيجا على رأسه ويداه على شكل رؤوس السهام يرتدي حذاء في قدمي والعملاق محاط بخليط كبير مركب من الخطوط والممرات وسواء كانت هناك صلة بين هذا العملاق والرسوم الموجودة في ناسكا أم لا فالتساؤل الأساسي يبقى على حاله دون إجابة مقنعة ما الذي دفع هؤلاء القوم إلى إنجاز هذه الرسوم العملاقة فوق معالم بلادهم الطبيعية واليوم عندما يسأل الناس وودمان مثل هذا السؤال فإنه يجيب منفعلا فالتحق علي اللعنة إن كنت أعرف تفسيرا لهذا اكتسب مثلث برمودا اسمه نتيجة لاختفاء ست طائرات من السلاح البحري الأمريكي اختفت بطواقمها في الخامس من ديسمبر عام 1945 الطائرات الخمس الأولى التي اختفت تتضمن التحليق بخط سير على شكل مثلث يبدأ من القاعدة البحرية في فورت لاوت ريدل بفلوريدا ثم 160 ميلا شرقا و40 ميلا شمالا ثم العودة إلى القاعدة تمت المهمة التدريبية بنجاح وعندما كان من المفترض أن تبدأ رحلة العودة في الثالث والربع عصرا طلق برج مطار القاعدة هذه الرسالة من قائد العملية الملازم الأول تشارليز تايلر التي بدأت كالتالي تايلر أنادي البرج هذه حالة طوارئ يبدو أننا خرجنا عن المسار المرسوم نحن لا نرى اليابسة أكرر نحن لا نرى اليابسة البرج ما موقعكم؟ لسنا متأكدين من موقعنا لا نعرف بالتحديد أين نحن يبدو أننا ضللنا البرج المفروض أن تتجه غربا تايلر نحن لا نعرف أين هو الغرب شيء غريب لسنا متأكدين من أي اتجاه حتى المحيط لا يبدو كما يجب أن يكون في الساعة الثالثة والنصف التقط كبير مدربي الطيران في قاعدة فورت لاود ريدل على جهاز اللاسلك الخاص به رسالة من شخص يدعى باورز وهو أحد طلبة الطيران يقول لا أعرف أين نحن يبدو أننا ضللنا المسار بعد آخر دوران ومن الاتصالات المتقطعة بالطائرات وبين الطائرات وبعضها أدرك كبير المدربين أن جميع بوصلات الطائرة قد فقدت وظائفها تصعد لغة العاملين في القاعدة عندما تردد خبر حالة الطوارئ التي مر بها الطائرة الخمس وتعددت التعليقات كأن يكون ما حدث هو هجوم غير متوقع من العدو رغم أن الحرب العالمية الثانية كانت قد انتهت قبل ذلك بعدة شهور أو اشتباك مع عدو جديد أقلعت على الفور طائرة إنقاذ من قاعدة بانانا ريفر طراز مارتين مارينر ذات محركين يتكون طاقمهما من 13 فرد بعد أقلع طائرة الإنقاذ بدقائق تلقى برج المطار رسالة من الملازم أول كوم أحد ضباط الطائرة بوجود رياح غاية في الشدة وكان هذا آخر ما وصل من طائرة الإنقاذ هكذا تم تغيير الرسالة التي تبثها وحدات الإنقاذ إن عدد الطائرات المفقودة لم يعد خمسا بل ست طائرات لقد اختفت أيضا طائرة الإنقاذ بطاقمها البالغ 13 فرد بدأت حملات البحث المكثف بعد أول ضوء لليوم التالي قامت بها مائتين وأربعين طائرة من القواعد الجوية القريبة بالإضافة إلى سبعة وستين طائرة تابعة لحاملة الطائرات سلومان كذلك شارك في حملة البحث أربع مدمرات والعديد من الغواصات وقوارب حرس السواحل واليخوت والقوارب الخاصة لكن لم يحدث أن عثر أحد على أثر للطائرات المفقودة في مثلث برمودا في نفس الوقت تشكلت فرق الدراسة والبحوث والتحقيق دون الوصول إلى خيط ولو ضعيف يساعد على فهم سر ذلك الاختفاء الغريب مما دفع أحد أفراد هيئة المحققين إلى القول لقد اختفوا تماما كما لو أنهم قد طاروا إلى المريخ وهو بهذا قد قام بأول خطوة في طريق التفسير الذي حظى بحماس الكثيرين والذي كان متأثرا بما كان يسود من حديث في ذلك الوقت حول الأطباق الطائرة القادمة من الكواكب الأخرى هناك حقيقة غابت عن المحققين ولم تبدو جديرة بالانتباه وسط دوامة الحدث الدراماتيكي لاختفاء الطائرات الست جاءت على لسان أحد الضباط وهو آر وارشينغ والذي كان ملازما في قاعدة لاود ريدل التي انطلقت منها الطائرات الخمس الأولى فهو يتذكر طيرانا تدريبيا تم في صباح ذلك اليوم واتسم أيضا بشيء غريب لم ينتبه إليه الدارسون في ذلك الطيران التدريبي الصباحي أبلغ الطيارون عن خلل غير طبيعي أصاب أجهزة البوصلة وبدلا من العودة إلى القاعدة كما كان مفترضا أبطت الطائرات على بعد خمسين ميلا شمالا كذلك ظهر عنصر غير عادي آخر في غموض الرحلة المشؤومة ففي عام 1974 قدم أرتفارد الصحفي والكاتب والمحاضر برنامجا تلفزيونيا بعد 29 سنة من الواقعة يكشف فيها عن معلومة هامة وهي أن الملازمة أول تايرر قائد السرب من خلال الاتصال اللاسلكي مع القاعدة الأرضية لا تتعقبون يبدو عليهم أنهم من الفضاء الخارجي كان فورد قد حصل على هذه المعلومة من شاب من هوات الاتصال اللاسلكي في يوم الواقعة لكنه لم يعطيها مصدقية كبيرة في ذلك الوقت آخذا في اعتباره عدم خبرة الشاب وصعوبة اتصال أجهزة الهوى بطائرة متحركة واحتمال تأثره بالشائعات والروايات التي شاعت في ذلك الوقت الكريسمس هو الموعد المفضل مع تكرار وقائع الاقتفاء في إطار مثلث برمودا تبلورت بعض الملابسات المحذرة فمعظم الوقائع تحدث في أوجي موسم السياحة والفنادق من نوفمبر وحتى فبراير والأكثر إدهاشا هو أن حوادث الاختفاء كانت قبل وبعد الكريسمس بأسابيع قليلة طائرة ستار تايجر التي أقلعت من الآزور متجهة إلى جزيرة برمودا اختفت يوم التاسع والعشرين من يناير عام 1948 كانت تاقمها مكونا من ستة أفراد وتنقل خمسة وعشرين راكبا من بينهم سيد آرثر كوننجهام أحد أهم مرشالات بريطانيا في الحرب العالمية الثانية والقائد السابق للوحدة التيكتيكية الثانية في سلاح الطيران الملكي البريطاني كان المفروض أن تهبط ستار تايجر في كايندليفيلد ببرمودا في العاشرة والنصف وقبل ذلك الموعد بقليل أرسل الطيار رسالة لاسلكية لبرج التحكم في المطار يقول فيها التقص والأداء ممتزان ومن المنتظر أن نصل في الموعد المحدد كانت الطائرة عند بث تلك الرسالة على بعد ثلاثمائة وثمانين ميلا شمال شرق برمودا ولم تكن هناك رسائل تالية ومع ذلك لم تصل ستار تايجر وعندما انتصف الليل اعتبرت الطائرة مفقودة وعلى وجه السرعة بدأت عمليات البحث والإنقاذ ثلاثون طائرة وعشر سفن مسحت المنطقة لعدة أيام دون الوصول إلى أي نتيجة تشكلت فرقة تحقيقات تحت قيادة لورد ماكميلان للمحث عن سر اختفاء الطائرة وقد أعلنت المحكمة نتائج التحقيقات بعد ثمانية أشهر من اختفاء الطائرة بكلمات تصلح لتصوير جميع الطائرات التي اختفت بشكل عجيب في مثلث برمودا وليس فقط اختفاء ستار تايجر جاء فيها يمكن القول بأنه لم يتيسر لنا الوصول إلى أي مشكلة يمكن التحقيق فيها وفي الغياب الكامل لأي دليل يمكن الاعتماد عليه وغياب أي معلومة عن طبيعة ومسبب كارثة ستار تايجر لا تجد المحكمة أمامها ما تفعله أكثر من أن تقترح إمكانيات لم يرق أي منها إلى مستوى الاحتمال بعد 12 يوما من الذكرى الأولى لاختفاء ستار تايجر اختفت شقيقتها الطائرة ستار آيرل كانت ستار آيرل تحمل طاقما مكونا من سبعة أفراد بالإضافة إلى 13 راكبا وقد اختفت أثناء رحلتها الجوية من برمودا وجمايكا في السابع عشر من يناير 1949 كان خط سيرها يمتد من لندن إلى سانتياجو في تشيلي وكان توقفها في برمودا للتزود بالوقود وعندما اتركت ستار آيرل مطار برمودا في الثامنة إلا الربع صباحا كان البحر هادئا وكانت الظروف الجوية ممتازة عندما انقطع الاتصال مع الطائرة بدأ البحث عنها وكانت هناك عدة قطع بحرية أمريكية تشترك في مناورة ما في المنطقة فأطلقت حاملتان للطائرات طائرتهما لتشارك في مهمة الإنقاذ التي يقوم بها حرس السواحل وانضمت إلى ذلك كله طائرات بريطانية منطلقة من برمودا وجمايكا لقد شاركت في مسح المنطقة 72 طائرة غطت في بحثها 150 ألف ميل مربع من المحيط على أمل العثور على أي شيء من مخلفات الطائرة المختفية تتابعت حوادث اختفاء الطائرات في خمسينيات القرن الماضي وكلها فوق مثلث برمودا وفيما يلي بعض الوقائع باختصار شديد في مارس عام 1950 اختفت الطائرة الأمريكية جلوب ماستر في النهاية الشمالية للمثلث بينما كانت متجهة إلى آيرلندا في الثاني من فبراير عام 1952 اختفت يورك البريطانية وعليها 33 راكبا عند الطرف الشمالي للمثلث وهي في طريقها إلى جمايكا في الثلاثين من أكتوبر عام 1954 اختفت الطائرة الأمريكية نافي كونستلاشن حاملة 42 راكبا وطاقمها وهي في طريقها من مطار القاعدة البحرية في باتوك كاسينت ريفر متجهة إلى الآزور خلال طقس لطيف هنا أيضا فشلت جهود البحث عن أي أثر التي قامت بها 200 طائرة وعدة سفن في الخامس من إبريل عام 1956 اختفت الطائرة الحربية بي 25 التي تم تجهيزها لتعمل في نقل البضائع مدنيا اختفت بطاقمها المكون من ثلاثة في منطقة لسان المحيط في الباحاماس في التاسع من نوفمبر عام 1956 اختفت الطائرة التابعة للبحرية الأمريكية مارتين مارلين ناحية برمودا أثناء قيامها بواجبات التفتيش الروتينية الموكلة إليه وليها طاقم مكون من عشرة أفرد في الثامن من يناير عام 1962 اختفت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت منطلقة من قاعدة لانغي بفرجينيا القائمة طويلة جدا غير أن الأهم من تعداد الوقائع هو محاولة فهم الظاهرة إيفان سانديرسن أحد أهم الذين درسوا الموضوع يجيب عن الذين ينكرون غرابة الوقائع بقوله عدد وقائع الاختفاء يتجاوز كثيرا جدا جميع النسب المسجلة لخسائر الطائرات في أي مكان آخر أما ديل تيتلار فيقول في كتابه عن الظاهرة أجنحة الغموض إن كل تلك الطائرات كان يقودها رجال طيران ذو خبرة ويوجهونها ملحون مدربون وكانت كلها مزودة بوسائل الاتصال اللاسلكي ووسائل النجاء وكلها اختفت من الوجود في طقس جيد وهو يضيف ملاحظة لم يسبق لأحد أن انتبه إليها وهي أن جميع الطائرات تقريبا اختفت نهارا كما يؤكد روبرت بيرغيس الباحث والكاتب عدم إرجاع الأمر إلى المصادفة بقوله هناك من الأسباب ما يجعلنا نؤمن بوجود مؤثرات أكبر من مجرد المصادفة في هذه الحوادث الغامضة يشير دكتور مانسون فالنتاين إلى مسألة هامة عندما يقول إن تحليل جميع المعلومات المتاحة يؤكد أن الثواني السبع أو الثماني الأخيرة من الطيران كانت الطائرة تندفع إلى المحيط بسرعة عالية للغاية وغير مسبوقة مما جعل من المستحيل على برج المراقبة في ميامي أو على الطيار مراجعة الموقف أو إجراء أي تصحيح هذه السرعة الخرافية في السقوط لا يمكن إرجعها إلى خلل في جهاز القيادة الآلية أو إلى خبرة الطيار لابد من وجود سبب في المجال المحيط بالطائرة والأرجح أن يكون نوعا غريبا من قوة جاذبة غير معروفة ولكن دعونا نرجع البحث في نظريات التفسير بعد أن ننتهي من الشق الثاني للظاهرة نعني بذلك ظاهرة الاختفاء المريب للسفن في مثلث بارمودا سارا جاسو بحر السفن المفقودة جرت حوادث اختفاء السفن داخل مثلث بارمودا في منطقة غرب المحيط الأطلنطي المعروف باسم بحري سارا جاسو الذي اكتسب اسمه من الأعشاب البحرية التي يطلق عليها سارا جاسام وكأنما كان مثلث بارمودا ينقصه الغموض ليضاف إليه الجديد من بحر سارا جاسو الذي كانت تحوطه الأسرار عندما وصل إليه البحارة الإسبان والبرتغاليون منذ ما يزيد على خمسمائة سنة مساحة بحري سارا جاسو كبيرة للغاية شمال غرب المحيط الأطلنطي يتميز بما يعوم على سطحه من أعشاب بحرية كثيفة وعندما شاهد كولومبوس هذه الأعشاب في رحلته الأولى ظن خطأا أنها على مقربة من اليابسة رغم تشكك من معهم البحارة الأسطورة الأولى لبحري سارا جاسو صدرت عن بحارة فينيقيا وقرطاجنا الذين عبروا ذلك البحر منذ آلاف السنين وهبطوا على شواطئ القارة الأمريكية والدليل على ذلك النقوش الحجرية الفنيقية التي عثر عليها في البرازيل وعثر على البعض الآخر في الولايات المتحدة كذلك العملات الفنيقية التي عثر عليها المستكشفون في الآزور ثم في فانزولا وتقريره ميلكو أدميرال قرطاجنا الذي كتبه عام خمسمائة قبل الميلاد يشير إلى أعشاب بحري سارا جاسو وسكون الريح فيه يقول لا نسيم يدفع السفينة كانت الريح الخامدة في حالة موات فوق سطح البحر العجيب هناك الكثير من الأعشاب بين الأمواج تحول دون حركة السفينة لم يكن للبحر عمق كبير كان القاع تغطيه المياه بالكاد وكانت وحوش البحر تتحرك بشكل مستمر حول السفينة كان اختفاء السفن في هذا البحر شائعا في الأزمان القديمة ولكن كان الكثيرون يرجعون ذلك إلى حروب القراصنة وإلى ضعف إمكانيات السفن لكن بعد انقضاء القرصنة في ذلك المحيط ظل اختفاء السفن متكررا في منطقة بحر سارا جاسو داخل مثلث برمودا حتى في الظروف الجوية المواتية كما لم يحدث أن عثر أحد على حطام أي من تلك السفن أو شاهدها أحد عند جزر وشواطئ غرب الأطلنطي بدأ تسجيل وقائع الاختفاء التي انصبت على سفن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1800 فقد اختفت السفينة أنسرجنت في أغسطس عام 1800 وعليها 340 شخصا من بين وقائع اختفاء السفن غير المفسرة ما حدث للسفينة الأمريكية بيكرينغ التي اختفت في العشرين من أغسطس عام 1800 وعليها تسعين بحارا وكانت في طريقها من يوكاسل ديلاور إلى جواديلوب في جزر الهند الغربية وقريب من ذلك الزمان اختفت السفينة الأمريكية واسب في التاسع من أكتوبر عام 1814 التي كانت تبحر في الكاريبي وعليها طاقم مكون من 140 في يناير عام 1880 اختفت السفينة أطلنطا التابعة للبحرية البريطانية وهي في طريقها من برمودا إلى إنجلترا بمن عليها من متدربين بحريين كان عددهم 290 فردا ولم يعثر أحد على السفينة رغم حملة التفتيش والمسح الواسع التي قامت بها البحرية البريطانية والتي تواصلت حتى أوائل مايو فيلم مغامرة بوسيدون في طريق العودة من باربادوس إلى نوفرليك بفرجينيا اختفت في الرابع من مارس عام 1918 الباخرة التابعة للبحرية الأمريكية سايكلوبوس ومن بين جميع حوادث الاختفاء الغريبة والغامضة تتضمن واقعة اختفاء سايكلوبوس جميع عناصر سيناريو الغموض والمغامرة ومن بين النظريات التي طرحت لذلك الاختفاء بنيت فكرة سيناريو فيلم مغامرة بوسيدون عام 1973 في تقرير البحرية الرسمي حول اختفاء سايكلوبوس جاء التالي منذ أن بدأت حركتها من باربادوس في الرابع من مارس عام 1918 لم يتم العثور على أي أثر لها لقد كان اختفاء السفينة من أكثر الألغاز المحيرة في تاريخ البحرية لم تنجح جميع الجهود التي بذلت لرصدها ولم تكن النظرية التي طرحت لاختفائها مقبولة رغم كثرتها وحضيت السفينة سايكلوبوس باهتمام كبير في الكونغرس الأمريكي لأنها اختفت وهي تحمل شحنة كبيرة من خام المانغانيز الذي كان يعتبر عنصرا هاما في إنتاج الصلب الذي يستخدم في الأسلحة والعتاد الحربي وقد شعر أعضاء الكونغرس بأهمية وجود مخزون كاف من هذه المادة وأهمية البحث عن وسائل أكثر أمنا في نقله قائمة السفن التي اختفت أو وجدت مهجورة في منطقة مثلث برمودة منذ ألف وثمانمائة وحتى ألف وتسعمائة وثمانين طويلة ووقائعها متكررة مما قد يكون مملا وكما فعلنا في الطائرات المختفية نرصد فيما يلي بعض الوقائع ذات الدلالة في هذه الظاهرة في عام 1925 اختفت السفينة كوتوباكسي وهي في طريقها من تشارلستن إلى هافانا في مارس عام 1932 أرسلت الشاحنة أنجلو أستراليان آخر رسالة وهي في غرب الآزور ثم اختفت عليها طاقم مكون من 31 بحارا كانت رسالة تقول كل شيء جيد في إبريل عام 1932 وجدت السفينة ذات الشراعين جون أند ماري المسجلة في نيويورك عائمة ومهجورة على بعد خمسين ميلا جنوب برمودة سفينة الشحن ساندرا التي أبحرت في يونيو عام 1950 من سافانا بجورجيا متجهة إلى بويرتو كابلو في فانزويلا تحمل ثلاثمائة طن من المبيدات اختفت تماما ولم يظهر لها أي أثر في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1967 اختفت سفينة ركاب ويتشكرافت على بعد ميل من ميامي في مارس عام 1973 اختفت السفينة آنيتا وهي سفينة شحن حمولة عشرين ألف طن وعليها بحارتها البالغ عددهم 32 وكانت تبحر من نيوبورت نيوز إلى ألمانيا النجاة من نفس المحنة والمكان بعد أن نشر فانسينت جادس كتابه عن مثلث برمودة تسلم خطابا من طيار سابق يدعى ديك ستيرن يقول فيه إنه قرب نهاية عام 1944 كان يقض طائرته ضمن سرب من سبع قاذفات قنابل متجهة إلى روما وعندما أصبحوا على بعد ثلاثمائة ميل من برمودة واجهت طائرته مشاكل غير متوقعة وتعرضت لاهتزازات قوية مما اضطره للعودة إلى قاعدته في الولايات المتحدة الأمريكية يقول في رسالته إنه عندما حدث ذلك كانت تقص لطيفا ونجوم ظاهرة في السماء لكن الاهتزازات كانت من القوة بحيث قلبت الطائرة لتندفع بقوة ويرتطم الطاقم بالسقف تسبب هذا في فقدان الطائرة للكثير من ارتفاعها حتى أصبحت على وشك الغوص في مياه المحيط عندما عادت تلك الطائرة إلى القاعدة علم أن طائرة أخرى فقط رجعت من الطائرات السبع وأن الاتصال اللاسلكي بالطائرات التي لم تعد لم يكن ممكنا وأن القيادة لم تعثر على أحد أو حطام من الطائرات الخمس بعد انتهاء الحرب بعد سنين كان ستيرن وزوجته في رحلة نهارية بالطائرة من بارمودا إلى ناسو في بريستسيل بريطانيا عندما حدث شيء شبيه بالواقعة السابقة وبالمصادفة المحضة كانت الزوجة تتحدث عن الواقع السابقة فجأة هبطت الطائرة هبوطا قويا بلا سابق انضار فارتطم الطعام الذي كان الركاب يأكلونه بالسقف واهتزت الطائرة بعنف وظلت الطائرة لمدة ربع ساعة تهتز وترتفع وتهبط هكذا تشاء الظروف أن ينفرد ديكستيرن بمواجهة تلك القوة العاصفة غير المتوقعة لمرتين وفي نفس المكان من مثلث بارمودا والأهم أن يخرج من التجربتين حيا تجربة أخرى نورمان بان المهندس الإلكتروني والمخترى الذي يعرف باختراعينها مين لعابرين محيطات أولهما الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تعمل تحت الماء وثاني جهاز طرد أسماك القرش جرت الواقع للمركب الذي يعمل بقوة الديزل والذي يطلق عليه اسمع نادت مير والذي يعني الكابوس وفي ليلة من ليالي سبتمبر عام 1972 كانت المركب تحمل ثلاثة ركاب متجهة إلى الميناء بعد رحلة صيد سمك في خليج بيسكاين الذي يقع في نطاق مثلث بارمودا عندما كان المركب في طريقه إلى الميناء لحظ المهندس القبطان نورمان أن البوصلة تنحرف إبرتها حوالي 90 درجة عن القراءة الصحيحة قياسا على أضواء المدينة التي يمضي إليها ثم أصبحت إضاءة المركب خافتة ثم انقضت تماما كما لو أن البطاريات التي تعمل بها قد فرغت شحنتها قرأ البوصلة أدار دفة المركب غربا حيث الطريق إلى الميناء واندفع بكل قوة المحرك لكن التغير الذي طرأ على مسار المركب كان إلى الشمال على مدى ساعتين كان توجيه المركب إلى الشاطئ دون استجابة في ذلك الوقت لحظ ركاب المركب شكلا داكنا كبيرا في السماء يحجب النجوم ثم شاهد ضوءا متحركا يخترق المساحات المعتمة ويبقى في مكانه للحظات ثم يختفي بعد ذلك مباشرة اختفى الشكل الداكن الكبير وهنا فقط عادت البوصلات إلى عملها وامتلأت البطاريات وأمكن للقارب أن يمضي إلى هدفه أل من تفسير منطقي؟ يجمع تشارليز بيرليدز في كتابه عن مثلث برمودة الكثير من هذه الوقائع التي اقترب أصحابها كثيرا من حافة المأساة وهو يتساءل في نهاية كتابه أما إذا كان هناك أي تفسير منطقي لهذه الوقائع محاولا تقديم احتمالات التفسير في مواجهة الكثيرين الذين يعتقدون أن العملية كلها نوع من الوهم الشائع أو الأسطورة التي تشتذب إليها قواة الأمور الغريبة دون قدرة على تفسيرها التفسيرات بعضها راجع لظواهر طبيعية تشتد أحيانا لتحدث من النتائج ما هو غير مألوف ويرجع بعض الوقائع إلى الدوامات التي تحدث في أماكن عديدة من المحيطات وبشكل واضح في البهاماس وداخل مثلث برمودة البعض الآخر يرجع الوقائع إلى الاضطرابات البركانية التي تدفع الأمواج إلى ارتفاع ناطحات السحاب كالتي تسببت في مآسي توسونامي بجنوب آسيا أما اختلال البوصلة في الطائرة أو السفينة فيمكن إرجعه إلى الطرابات في المجال المغناطيسي للأرض والذي قد لا نعرفه أن الأرض قد بدلت وعكست قطبيها المغناطيسيين أكثر من مرة على مدى التاريخ يختم بارلتس كتابه قائلا إن افتقاد التفسيرات المنطقية الجاهزة عمد بعض المهتمين بوقاء الاختفاء التي تحدث في مثلث برمودة إلى تفسيرات لا تتفق مع ما هو سائد من قوانين طبيعية وتحدث البعض عن ثقوب أرضية مثل الثقوب السوداء تلك الظاهرة الفلكية التي تقول بقوة جاذبية هائلة تتيح لهذه الثقوب أن تمتص كل ما يصادفها بما في ذلك الضوء من هنا استمدت صفة السواد البعض يرجع مسؤولية الاختفاء إلى كائنات من الكواكب الأخرى وأيضا من داخل الأرض ينتهي البعض إلى التعميم فيقول إن مرجع ذلك إلى أشكال تاريخية من الطاقة وصل إليها البشر في الحضارات القديمة ما زالت تفعل فعلها رغم انقضاء تلك الحضارات القديمة ويقول آخر الأمر كنوع من الأجناس الحية نحن نقترب الآن من النضوج فلا يمكننا أن نتراجع عن السعي إلى معرفة تفسيرات جديدة لهذه الظاهرة إما في عالمنا المعروف أو فيما يليه